بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي المشاهدين قناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة الغول والعنقاء والأجهازة المستحيلة إبراهيم أهلا بك برشواندس أهلا بكم عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة الحلقة 846 جاية في ظل تجميع صعبة لا تكتبع مع بعضها الغول والعنقاء والخل الوفي أقيل أن المستحيلات ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي الغول والعنقاء دي محوش أسطورية لا وجود لها على أرض مثلها مثل الخل الوفي يعني أراد الفيلسوف قائل هذه العبارة أن يقول أن الخل الوفي زي زي مش موجود من المستحيلات من المستحيلات ولكن أقول أن الغول والعنقاء والأجهازة المستحيلة ليه إيه إن اللعبة تاخد ثلاث أسابيع عشنا اليوم اللي شفنا فيه لعبة الأهلي هتاخد ثلاث أسابيع راحة تخيل هذا الكلام لم يحدث من 2005 تخيل يعني تقريبا النهاردة أنت تتابع المباراة لعبة الأهلي تكاد وهي تقول كفاية ما فيش حد عنده باور إنه يجري يعني مش قادرين بجد يعني فقطر خرم وعدت المباراة بدرامتها المعروفة الأهلي والمصري درامة أبدية في الكاس في الكاس هي دي دايما الظروف المتكررة لكن الحلقة فيها موضوعات كثيرة هذه أبرز عنوينها مقالي ومقاله الرمز والأسطورة عنوان الاحترام الغربال اللعب بعد الستين وبعضمت لسانه أبداً لا يغيب وفي الشموع الحمراء توتو وفي أسرار الملك المدافع الصالد وأخيراً مجلاتنا من اليوم وأربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن منذ قليل تابعته مباراة الأهلي والمصري اللي انتهت بتأهل الأهلي اللي تدور نصف النهائي عشان يواجه إنبي تم ترحيل مبارتين نصف النهائي الزمالك مع بيرامد والأهلي مع إنبي تم ترحيلهم للموسم اللي جاي إن شاء الله تعالى الأهلي تخطى المصري وتخطى ظروف كتيرة صعبة زي ما أشار إليها المهندس عدلي أعتقد إن أنت توصل لنقطة إن أنت حتاخد أجازة من النهاردة لمدة عشرين أو واحد وعشرين يوم بقت مسألة غالية جداً ومهمة أقول لك سير أنا كنت أشعر إن مبارتين داخلية وإذا تجوزناها مبارات المصري حيكونوا أصعب مبارتين لنا السنة لأنني أنا أنا في مجسات كده أما بشوف لعيبة أنا عارف سرعاتها في الملعب وعارف قوتها النهاردة آخر طلت ماتشات أو أربع ماتشات الأهلي يعني خلاص بقى بقى مستوي اللعيبة اللعيبة استوت إلا بعض اللعيبة اللي ما لعبتش كتير هي اللي كانت بتعمل هذا النوع من التوازن لإني أنا في رأي تقييمي للحالة بتاعة الفرق معدلات الجاري مش المعدلات الفنية بس لو استطاع الفريق يعني الآلي ده لو قادر على معدلات الجارية الطبيعية بتاعته محدش يقدر يقاوم يعني مش مسألة فون تيم اللي قدامك اللي ناقص اللي قدامك بقى لو عنده معدلات جاري وإنت ما عندكش معدلاتك الطبيعية تتعم مع أي حد فأنا كنت خايف من دي كنت أشعر وأنا كمان خطوة زكاية من المصري إنه جيب كابتن علي ماهر فجأة قبل ما تشك راجل حافظ هيعمل إيه يعني مش محتاجي ذاكر وهو علاقاته بالمصري يعني موجودة لكن قدر إنه يخلق حالة من الجاري والنشاط قدرت تتعبك على فترات من المباراة قال أهلي بخبراته ومهاراته يستطيع أن يستحوز لكن مش الاستحواذ الحاسب لأن إحنا حنتكلم فنيات بعد كده أنا مش عادي أضيع الوقت في فنيات لكن كنت أستشعر وأشعر أن المباراة دي مش هتكون سهل وقد كانت طيب برضو في إطار الترتيب للموسم اللي جاي النادي الأهلي وجه الشكر للدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفري الأول لكرة القدم على الفترة اللي أضاها مع الفري وبزل خلالها أقصى جهد حقا مع زميله من عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقرية وهو أحد أبناء النادي الذي لم يتأخر عند طلب الاستعانة بجهوده وهناك ثقة كبيرة بأنه سوف يلب النداء إذا محتاجه نديه بأي مرحلة وفي أي موقع لأن هذه سمات أبناء الأهل الذين يتفهمون المراحل الإدارية والفنية والطبية التي يمر بها الفريق وكل مرحلة منها تحتاج إلى ترتيبات خاصة كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور أحمد أبو عبلة على ما بزلوا من جهد كبير مع الفري دكتور أبو عبلة تحط في ضغوط طبية من كثرة الإصابات وإصابات كلها مش سهلة طويلة محدش يعني الوضع تحسن في النصف الثاني من هذا العام لكن على مدى سنتين ماضيتين يعني تحمل عبء كبير جدا وهو رجل يعني دامة الخلق نتمنى له كل التوفيق ودائما الأهلي هو نوع من تواصل الأجيال والخبرات ربما المرحلة القادمة برضو نتمنى التوفيق مش في أنه يشتغل كتير للدكتور اللي جاي نتمنى التوفيق أنه ما يشتغلش خالص ها يريح بقا طيب كمان الأهلي ينتوي توجيه الشكر وتكريم كل اللاعبين اللي حالت ظروف دون استمرارهم مع النادي هذا اتفقنا في اجتماع شركة الكرة مع كابتن الخطيب أثير هذا الأمر وقال إحنا أولادنا دول بنقدرهم تقدير خاص وكلهم الحقيقة لو كان الأمر بيدنا جميعا ما غدر أمثال هؤلاء المحترمين بالذات النادي الأهلي أبدا يعني ولكن المقتضى الفني وتجديد المراحل العمرية للفريق وحاجات كتيرة يعني ولكن لابد أن يشعر هؤلاء أنهم فعلا مكرمون على أعلى مستوى ويعني جاري الاتفاق على أن يحصل لقاء على مستوى الكابتن الخطيب في وجود شركة الكرة مع هؤلاء اللاعبين بإذن الله هجي تقلهم شكرا ده شيء رائع جدا وده لمس التأدير الحقيقة محترمة جدا من نادي بيحترم كل اللاعبة اللي بتنتسب إليه والمدربين وحتى الدكاترة اللي بيقدموا الجهد وتحول المرحلة اللي جاية دون استمرارهم فيتم توجيه الشكر ليهم وتأديرهم بالشكل المحترم اللاعق يعني مين ما كانش يتمنى أن أيمن أشرف يبقى موجود وأن علي لطفي يبقى كباتن يعني علي لطفي يبقى موجود وصعد سمير يبقى موجود وشادي يبقى موجود ومحمد محمود كلنا كنا تمنى وصعد سمير وصعد سمير ما أنا بقولك أنا قلت سعد سمير قلتوش قلتو كمان لقى سعد سمير ده أصله والوحده يعني حاجة جميلة جميلة وتاريخ وكادر قادم وكلهم بقى الحقيقة الكلام اللي تقال كلهم بقى بالنادي اللي مفتح لهم في أي وقت معهم المفتاح ويرجأ يقولشو بس ياخدوا فرصهم الحقيقية اللي هم بيتمنوها يستحقوها لكن الأهل عمره أبدا ما يعني ما هيستغنى عن هؤلاء الأشخاص بمسؤول كوادر مستقبلية ده شيء رائع جدا تحياتي ليهم من هذا المنبر أشكرك أستاذ إبراهيم اللي فكرتني يعني شكرا كتير ليهم الحياة خبر مهم كمان في الألعاب الأخرى عن مصطفى عسل أسطورة الإسكواش وواحد من الأبطال أعلن اتحاد اللاعبين لرياضة الإسكواش إيقاف مصطفى عسل وتغريمه ماليا وكشف اتحاد اللاعبين المحترفين عن إيقاف عسل لمدة 12 أسبوع من النهارة لهاية 8 أكتوبر المقبل كما وقع اتحاد اللاعبين المحترفين الغرامة مالية على مصطفى عسل قيمتها 5000 جنيه استرليني وجه اتحاد اللاعبين ثلاث اتهامات العسل صدر على أساسهم هذا القرار أولا السلوك غير الرياضي خلال مباراته في الجولة التالتة مع جويل ماكين في بطولة العالم في 6 مايو الماضي ثانيا اللعب الخشن خلال مبارات الجولة التالتة مع جويل ماكين أيضا في بطولة العالم في نفس المباراة وثالثا السلوك غير الرياضي خلال مباراته في ربع النهائي مع مازن هشام في بطولة العالم البي اس اي اي في 8 مايو الماضي تأكدت العقوبة بعدما مر 15 يوما على إصدارها دون أن يتقدم مصطفى عسل باستئناف وسبق وأن قرر الاتحاد الاتحاد اللاعبين المحترفين البي اس اي ايقاف مصطفى عسل لمدة 6 أسبوع من قبل وبرر الاتحاد الدولي قراره بسبب اللاعب الخطر من جنب مصطفى عسل في حادثتين ربع ونصف نهائي بطولة مصر المفتوحة في 2022 اللي تلعبت في سبتمبر الماضي وكشف الاتحاد أن الحادثتين كانت خلال مبارتين ربع ونصف نهائي بطولة مصر المفتوحة شوف مصطفى عسل بيدفع فطورة البداية المتوترة الخطئة المتوترة الخطئة في البداية ففي نوع من التربص أنا اتفرقت على المباراة بتاعة جون مكين واتفرقت النهاردة على مباراته مع علي فرج كابتن علي فرج وشعرت هما بيبصولوا بطريقة مختلفة يعني فيه حاجات على طول يعني افتراض سوء النية بيحاسب عليها من الحكام من الحكام كل ما يقرب ويشد ويعمل هو لعب بدنيا عنده طاقة بدنية متفجرة جدا فحركته قوية في الملعب لكن عايز فاهمني يعني ان كده اصبح كل لعيب اسأل حاجة يروح ماشي في محيطه ويقول لك انا اتخبط انا شفت جون مكين واحدة منه ما كانش يعني جون مكين جاي من ظهره يعني ازاي بقى خبطه يعني وهو متعمد يعني لكنه خلاص هم مع الجوع هم بيعملوا على اساس انه ايه يعني ده الاتيتيود بتاعه فاي اي تصرف مركزين معه ولذلك احيانا يعني زي ما بقولك سمعتك تسبقك فاللي يتبلع لغيرك ما يتبلع لكش النهاردة انا شفته لحدة ما كان اتنين صفر وفضل او عشرة ثمانية اللي عليه فرج استطاع ان يفوز بالشود ده خد اربع نقاط متتالية ما حسبوهم لوش واحدة منهم ما تحسبتش فرجع اتعادل علي فرج رغم ان فيه كورتين مستحيل مستحيل يلحقهم علي فرج لانهم كانوا بعيد جدا عنه فجاري علي فرج في محيطه يعني جاري كده اتحسبوا على عسل لو عسل اللي عملها بيتحسب عليه هو فهم قصدي ايه انا ما يعني مش عايز اقول ان يعني هم طريقة احتفاله فيها صخب وشقلبازات وفكرني بنجم قديم فعلي مصطفى رياضي رائع شاب نابه يجب ان يحافظ عليه ما يعملش بأزيد طريقة لكن يعمل بان احنا نكسبه مش ندفعه ونخسره حاجة مثل يا بنبطل يا بنقوله روح شوف لك حتة تاني ده كلام مش مزبوط وارجو من الاستاذ عاصم خليفة اذا كان مزالا اعتقد انه مزال رئيس الاتحاد المصري لا لازم تحط مصطفى عسل تحت مظلة الاتحاد المصري ويحصل حوار نتجنب بيتكرار هذا الامر ونخفف الضغط اللي بيتعرض له في المباريات يا جماعة شوية فيه شغل لازم يحصل من مصطفى وايضا فيه نوع من الحوار يا جماعة مش كده بيزودينها معا طيب قطاع الناشئين في الاهل بيوصل جوالاته بقى في المحافظات انتو عارفين بعد ما عمل الاختبارات في القاهرة وحضرها عدد يمكن زاد عن 20 الف ناشئ بدأ ينقل الاختبارات للمحافظات راحل شرقية وراحل اسكندرية وراحل سويس وبيعلن عن مواعيد الاختبارات فد أهلية القطاع قرر فتح باب الاختبارات فلد أهلية اعتبارا من يوم الخميس اللي جاي 10 أغسطس داخل مقر أكاديمية الأهلي اللي موجودة في استاد جامعة المنصورة هيبدأ بيع الاستمارات من يوم الاتنين اللي جاي على طول 7 أغسطس وحيستمر يومين الثلاث والأربع حتى نفاد الكمية المخصصة مقابل 100 جنيه للاستمارة الواحدة الاختبارات هتتعمل خلال يومي 18 و 17 و 16 و 15 و 2014 و 2013 و 2012 و 2011 يعني من 2011 لغاية 2018 دي يوم الخميس لهذه المرحلة على أن الجمعة على طولها تبقى الاختبارات بقى لمولد 2007 و 8 و 10 دي في استاد جامعة المنصورة في مقر أكاديمية الأهلي خروج الاختبارات للأقليم فرصة للولاد اللي ما بيعرفوش يجو القاهرة هي كانت بتتعب الكواس النار رجعت تاني أي وذي رجعت بشكل أقوى وأكثر تنظيما ما تستناش ما هي بتجيلك لأن مش كل الناس تقدر تجيلك فضلا عن وجودك في الأقليم الأهلي ما بيتوجد في الأقليم بيعمل حالة يعني أنت يعني أستاذ إبراهيم الحالة دي مطلوبة مطلوبة التفاعل مع الأهلي فالزيارات دي مهمة وأتمنى قطاع النشرين زي ما قلت لك قبل كده ويتعمل فريق واعد يسمى فريق الأحلام ولا الأمل ولا يلعب العاد احنا بيطلب الأهلي كثيرا يتفاعل مع الأقليم بقى يجب يروح للأقليم لأنه الحقيقة هو مطلوب مطلوب بكسر بيحصل اعتذارات نتيجة الجداول المضغوطة لكن يمكن وصول إلى حلول الأهلي بيعمل حالة من البهجة أينما حل نتمنى أن نحن نلاقي مواهب المحافظات المختلفة تثري الأهلي بإذن الله وإن كان شوف لي فقرة بقى حشول لي أكلمك في الموضوع ده شوي شيء بقى أقمر أنت تعاقب الأندية التي تعمل باكتشاف المواهب والتنظيم الجايد في اختاع النشئين بتعاقبها تماما ازاي بتقعد تغير الله في اللوايح وكل كم سنة كل هام اللي تعادي زي فضي الأندية دي من معظم نجومها ما بقالش لهم سيطر عليهم مجانا على حلم أنه يغازل الأندية في الدرجة التانية في دور المحترفين فتكون نتيجة معظمهم ما بيرضاش يلعب تحت وبيتشتد وفي نفس الوقت بيخسر علاقته بنديه وكثير منهم ما مشواره يتغير يتغير خالص يعني هذا ليس عدلا وليس احترافا وليس نظاما وليس إدارة احنا قعدنا قبل كده من عشر سنين وانا قلت اختراحات محددة وعجبت ناس كتير في الاتحاد وقعدوا بتنفيذها ولم يحدث شوفوا حلق احنا بنحط اللوايح سبتها عشان اشتغل وانت انا روح تقول الليحة تلاتين وخمسة قوام انتظار وابعدين اروح متعاقد وجايب لعيبة ومن اقليم ومواهف فضل الله سنة واثنين علشان انا عارف بعد كده يعني انا انا جالنا سير دي باك من سنتين جابه جو عمر انور واحد من المواهب المهمة جدا اضطرنا نسيبه السنة دي لان ملوش مكان السنة دي تحت ايدا بس عايزينه بعد كده هنتطر نبيعه ونشتري تاني بالنظام اللي احنا عاملينه طب ليه الكلام ده ما انتو كنت سامح بفتح باب الاحتراء الاعارة يعني واذا عايز تطبق نظام الديني سنة مهلة وفق اوضاعي اه او استقر على النظام يستمر فترة مش هيستقر ليه عشان المغزلة هو بيغزل الاصوات هو تفتكر مشكلة اتحاد يعني المحترفين ربطة عند المحترفين لا بطولة المحترفين اللي عايزين يعملوها دي ليه بتلقى دور المحترفين دور المحترفين ليه بتلقى مقاومة بتلقى مقاومة من مين اخذ بالك انت كل ما تنزل قاعدة الجمعية العمومية بتتسع فتجد ان الدرجات الاقل هي اللي بتتحكم في شكل البطولات الاعلى وضع مقلوب كل درجة يجب ان هي تحكم نظامها لكن ما تؤثرش على الدرجات الاعلى فقطعا هتاخد قرارات لصالحها مش لصالح الدوريات دي فاصبحنا النهاردة صراع دايم ومتكرر بين الجمعية العمومية والاتحاد فاي مجموعة بتيجي بيبقى هدفها ارضاء هذه الجمعية العمومية حتى تبصت لايب لو خرق تم خرق نظام تبصت لايب قواعد العقوبات بتختلف لا فيه هبوط للمنساحب ولا يعني غرامات ولا حاجة ولا فيه تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف اللي محتاجها بقى الدرجات دي جدا لانه بيبتدوا يلعبوا مع شركات الشركات دي اغنى منهم هتلاعوا ازاي دول فعايزين ناكل واحد يقول بصرف منين وازاي مع الاهتمام بقى بان احنا نبتكر نبتكر طرق لتمويل هذه المسابقات الادنى عشان نساعد كنا عايزين نهضة كروية ده كلام مهم جدا النادي الاهلي برضو يمكن في اطار تسهيل حصول الاعضاء الجدد على عضويات النادي كشف الاساس تارا انديل عضو مجلس ادارة النادي رئيس لجنة العضوية عن نظام عمل اللجنة عن طريق الانلاين في ناس بيتعذر وجودها في القاهرة او في مصر في الفترة الحالية وقال ان النظام ده جاء للتيسير على المصريين المقيمين في الخارج تحديدا او الاشخاص اللي بتحول ظروفهم دون الحضور للنادي قال ان النظام الجديد حيتيح لأي واحد راغب في الانضمام لعائلة الاهلي وعضوية النادي استفاء البيانات من خلال استمرت الاشتراك تزديد الرسوم الكترونيا حيتم استقبال تلك البيانات عن طريق السيستم الخاص وتحديد موعد مناسب في خلال 48 ساعة لاجراء المقابلة الشخصية عبر برنامج زوم وقال الأستاذ ترى انديل ان النظام الانلاين ساهم في اتاحة الفرصة العدد كبير من المصريين المقيمين في السعودية والبحرين وقطر والامارات وانجلترا الانضمام لعضوية النادي ولقت الفكرة رواجا كبيرا بين المصريين العاملين في الخارج اللي ظروفهم تحول دون الحضور في الوقت الحالي والحصول على العضوية خطوة مهمة وخطوة بتقول يعني التكنولوجيا بتسهلك وتقربلك المسافات العالة بقى قرية صغيرة مش محتاج تتنقل من مكانك ده في ناس كتير بتشتغل من بيوتها يعني كلما زادت الردبة في الشركات الأجنبية قلنا الاحتياج ان يروح للمقار الشركة يومية بيشتغل من مكتب وبيعمل مكتب مجهز بالطريقة محددة يقدر يتابع لو عنده عشر شركات يتابعها من البيت احنا دلوقتي بنلجأ الى التكنولوجيا دي وبنلجأ الى استخدامها هي تعملت عشان تستخدم فخطوة مهمة جدا وبيدل على ان دايما الاهل بيحاول يسبق بخطوة ده كلام مهم جدا عشان كده اعتقد في كل المجالات امبارح ولا اول امبارح كان مستر مارسل كولر والجهاز المعاون بتاعه راحوا زاروا فرع النادي في التجمع يمكن اول مرة كولر يروح فرع الاهل في التجمع الفرع الجديد والحقيقة استقبله كابتن محمود الخطيب وكان موجود طبعا العميد احمد النحاس مدير الفرع الاهل في التجمع وديكوا شايفين كولر الحياة كان يعني مبسوط جدا من الفرع الجديد للاهل لانه كمان امكاناته مميزة جدا ومتطور انت عادي تصلح ملعب التج صح هيتقفل عادي تصلح على اعلى مستوى اي طيب ما انت عندك ثلاث فروع الثلاث فروع فيها ملاعب اي انت معندكش مطشاة انت حتب عندك فترات اعداد اي وعندك يعني شوية جملة تكتكية هنا ولا هناك لانت محتاج ملاعب يعني قانونية من حيث المدرجات والدخول والامان والكلام ده فانت هو انا رأيي ان كولر زكي جدا والادارة برضو زكية جدا او ازكى منه بحاولوا انه يفرجوه على امكانات النادي الاهلي عشان بقدر امكان ما يخرجوش برا النادي في التدريبات الا اذا كان عايز يعمل ماتشو ودي ولا حاجة لحد الملعب دي ما تتصلح وانا اعتقد انه هو هيشوف حاجات كويسة يقدر يتمرن ودي دي تعمل اي بقى لازم تروح للناس في المحافظات اي تم فرية الكرة لو اتمرن اتمره في الشيخ زايد ومرة في التجامع ومرة مدينة نص اتعوده على الناشئين والفريق الاول يروح بتدي برضو بهجة وسعادة للأعضاء اي وتدي ارتباط قوي جدا لأبناء العضاء بالفرقة وتدي فرصة للعيبة خصوصا الأجاني بيشوفوا لالي ده على حقيقته يشوفوه بجد بشريين وممتدة اي واعتقد ان دي خطوات مهمة انك يعني انا طول عمر اقول يعني الناس ليه عايزة تسافر برا وهي لسه معرفتش بلدها تسافر والله أصوان والله من أجمل بلاد العالم اي من أجمل بلاد العالم اي كنيل وكنوبة المباني النوبية دي ما فيش جمال كده في العالم اي بالقصار والقصار اكيدنا بتشوهلك وانت راكب المركب في النيل عايزة تعديلك الشارع تسلم عليك يعني انت ماشي جوه المعابد اي في حاجة كده في العالم افت طب احنا ازاي مش مكسرين الدنيا لان احنا معدناش ثقافة المواطن المصري اللي شاف بحيس ان يحط ده على تليفوناته وينقل للعالم كله احنا عزيز شبابنا هو اللي يجيب شباب العالم كله ويبني ثقافة الالتحام ويوريهم حضارتنا ويعرفهم بيها هكذا الاهل يجب ان يعمل بهذا المنظور كل محافظة حتاجة كنوزة عندها لو الناس عايزة تشتغل كل نادي عنده مصادر اراد لو عايز يشتغل الاهل ما زال عنده مصادر لم تستغل رغم كله مقيل ويقال والاهلي محتاج ميزانية قد كده عشر اضعاف عشان يدي البلده انشاءات وابطال وانظمة وابتكار ومكانة رياضية قد كده عشر مرة عشان كده اعتقد الاتحاد الافريقي لكرة القدم والشركة الايطالية اللي هتنظم دور الافريقي الجديد كانوا حرصين ان تكون البداية في زيارة الاندية التمانية المشاركة في البطولة انتم عارفين البطولة التمانية فيهم مستويين ده استقبال الكابتن الخطيب لوفد الاتحاد الافريقي وللشركة الايطالية البطولة اللي هتبدأ 21 اكتوبر 11 نوفمبر الاهلي في المستوى الاول معاه الوداد البيضاوي ومعاه الترجي وصانداونز الجنوب الافريقي والاربعة اللي في المستوى التاني سنبا التنزاني وإنينبا النيجيري ومزنب الكنغولي وبترو أتليتكو الانغولي دول أربعة قصاد أربعة هتتعمل القرعة لسه لم يعلن عن معادها لكن الوفد الحقيقة جزار النادي الاهلي واكتمع معه أو عمل ورشة عمل في حضور المهندس خالد مرتاجي أمين السندوق والدكتور محمد شاوي عضو مجلس الإدارة وكافة الأطراف المعنية الموجودة بكل اللجان المختصة في النادي التنظيمية والإعلامية والإدارية والتنظيمية وأيضا الجزء الخاص بالتأمين والنظام بالإضافة لتفقد استاد القاهرة الملعب المعتمد كملعب للأهل في البطولة التصور النهائي ليه والوفد زار استاد القاهرة في جولة تفقدية ليه عشان يقف على آخر الاستعدادات وبعض الطلبات اللي طلبوها واستقبلهم وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة وكان معهم حنان الزيني مدير اللوايح والترخيص والدكتور عمرو محب مدير العلاقات الدولية في النادي والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي قامل الوفد بجولة في الاستاد عشان يشوف آخر ما تم من تجهيزات وأرضية الملعب وغرف الملابس والبنوار الصحفي وغرف الصحفيين والمناطق الخاصة بالإعلاميين وبقية مرافق الاستاد واتمألنا على كافة الاشتراطات المطلوبة لتنظيم هذه البطولة الكبيرة دي شكل الجولة اللي في الاستاد وتجهيز الكوادر يعني عمرو محب كان مترجما ولكنها يملك تلك ثقافات ودراسات تسمح لها أن يقوم بهذا دور العلاقات الدولية في النادي الأهل بشكل محترف حاجات لقطة صغيرة كده يا سيد زبريب بس بشدين أنا نكشوف واحد ذا يستفاد منه بعد ما خلص دوره كمترجم مع المدارس لأ عنده قدرات أوسع وأبعد من هذا أستفيد منه لا يخرج أحد من الأهلي خسيرا أبدا طيب أعتقد دي ترتبات كانت مهمة لبطولة كمان كبيرة أول مرة من بالك إن الناس مش بتخذر عايزين ينظاموا بيروحوا وبيفتشوا وبييجوا وبيدوا ورشة عملوا ودهوا يقولوا مراحزاتهم واشتراطاتهم أيوة فالحقيقة ننتظر هذه البطولة بفارق صبر وحتبقى بداية كويسة لأن طبعا خلي البطولات اللي هي المستحساسة دي فيها جواز كتيرة أه هو أنا بس بالمناسبة كده يعني عايز أحيي الزمالك على ما قدمه في الجانب الفني في البطولة العربية أي يمكن لهم يحقق الهدف في التاهل الكامل اللي هو كان هدفا مادليا بالتقدم في الأدوار ولكن مؤكد إن فيه مكاسب فنية من هذه المشاولة إن حطتهم على شكل مختلف لنزمالك أنا أقول إنه عمل مطشاة كويسة آه إنه تعادل مع النصر وكان هو متأدل كمان يعني مش مسألة تعادل أنك تبقى فيه ندية يعني فيه سيطرة في أول مباراة فيه ندية في المباراة الأخرى آه و و فيه شكل يقول لك الزمالك يعني يقدر يعمل يعني في الفترة الجاية ووضح ووضح إن فيه يعني نوع من الفهم الأكثر مجاز الفني لإمكانيات اللعبة آه طبعا أنا مش هناخش كل الإيجابي والسال بيدمش دوري يعني إنما بس حاجة عايز أقول أقول عليها يعني إن أنا أشعر إن الموسم القدم مش هيولة الموسم المنصرم عن نادي الأهلي والده اللي بيخلي أهلي بيشتغل تحسبا للتطور اللي حيحصل عندك بيرامد عمل مهمة جدا عندك كل الآن دي زد أصبح النهاردة كيان شكل شكل مستاني حيعمل إيه زد ده دعم نفسه كويس وخصوصا بصفقات من الأهلي مهمة جدا عندهم مخطط وعندهم طريقة شغل ومعسكر شبه دائم محترف عندهم النهاردة سريميك كل باترة بتتطور النهاردة هو فيوتشر هو فيوتشر ما أناش عارف سياسته إيه بقى لسه يعني يعني لسه لأنه ابتدى يسيب لعيبة مهمة كل الأندية نتمنى للخير لأن أعتقد الموسم الجاي كله سيستعدلها بشكل مختلف النهاردة نادي المصر هو راح له الكابتن علي الإسماعيلي أدى بشكل جاي جدا في الدور الثاني مختلف خالص طبعا المحلة هي البس وأسوان لكنا نتمنى لهم أنهم يكملوا على الوطير الحلوة بتعطي الدور الأول بالتوفيق اليوم في دور المحترفين ويرجعوا إن شاء الله هرض لك لزمالك وإن كان فعلا زي ما المهان سعد بيقول يستحق لعبوه هذه التحية على هذه المشاركة في البطولة العربية وتمثيل مصر إلى مستوى أنت مهما تكلمت على الأندية السعودية بتجلب لعبين في المستوى العالي جدا في القيمة المالية والفنية بتكلم على كريستانو رونالدو بتكلم على سادي ومع هذا يعني ابتدى الناس يشوف إن الأندية هي استفادت أخيرا كريستانو بيأخذ بيد النصر عشان يودي الدور اللي وراه جاب قولين أو جاب أهداف أو وقت حرج استطاع أن يأخذ بيد النصر بنزيمة من أول يوم الاتحاد بقى هو الاتحاد جادة ده اللي جاهلنا في كاس العالم الأندية عايز يتحط تحت المكريسكوب كويس ده كان كلام مهم جدا في هذا الإطلال الإخبارية هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل ما تخافش على الأهلي لأنه الأهلي فيه رموز وأساطير وقيم وقمم بالمستوى اللي هنكلم حضراتكو عليه عشان كده أعتقد ضربة البداية مهمة مقالي ومقاله الرمز والأسطورة عنوان الاحترام وزير الدفاع عن الأهلي ومبادئ الأهلي وحقوق الأهلي ومصالح الأهلي الكابتن حسن حمدي كل سنة وانت طيبة كابتن هذا الأسبوع عيد ميلاد الكابتن حسن نموذج للاحترام نموذج والاحتراف مهم مهم للاحترام والاحتراف حسن حمدي عملت معه وأنا عدو مجل صدارة عندما استعنى به مديرا للكورة لما ترفض الطلبات الكابتن صالح وكان له موقف طريف جدا أن يعني اعتذروا الكابتن صالح أقول له طلبات أنت طالبة أنت بتستقل بالكورة فاعتذروا له فطلبنا كابتن حسن حمدي فأنا قلت الكمال بإيه مش حاجة لأن أنا عارب دماغ الكابتن حسن قريبة من دماغ الكابتن صالح فأنا ما لكش لعوة أنت أنا حكلمه فقعدين في المجلس لقنا كابتن حسن داخل فقال له ها فكرت قال له بإذن الله كمال بإيه اللي أنت عايزه وإنت فكرت كمال بإيه قال له خلاص وفقنا لك عن اللي أنت عايزه فأنا بصيت كده قلت قلت قررين يا كمال بإيه قلت مش دي اللي رفضناه لكابتن صالح كابتن حسن مات بتضحك بقى بص يا جماعة أنتم يعني فهو كان عارف حسن ما تنزلش يعني كابتن حسن ما تنزلش جه بنفس بس يا جوز هم حاسين إن الكابتن حسن نفسه معهم جديد هيكون قاهدة لإن كان فيه خلاف سابق بين الكابتن صالح وبينهم أيه ده كلام أعتقد يفتح الحديث بشكل أوسع لما تشوفه في الصور أول حاجة تتبضر إلى زهنك وزهني أي حد إيه الرجل المحترم ده له طل تدج بالإحترام محترم ومحترف يعني أنا شفت أداءه أولا هو أول واحد عنية إن كل ما ما يمسك مسؤولية لازم يحط له لوائح أيوة رجل لوائح هو الأسس لللوايح أما مسك مدير كورة وكان أول من حط لوائح لإدارة الكورة فحط لوائح اللعيب يعرف ده صور التكريم من الاتحاد الأفريقي في أستيوبيا أحصل رئيس نادي بعد ما سم موقعه بعد الموقع يعني يعني ده ما فيش تكريم أعلى من كده بقى على مستقى أفريقيا يمكن وقتها كان عبر تاريخه يعني بالنسبة لهم أي وهو حسن الحقيقة يستحق كل التكريم وهو لاعب بقى كابتن أنا كنت بقى آه المجلس داري بس كان سين صغير وقريب منهم يعني فكنت أشوفهم حتى هما بتمرانوا ساعات بعد التمرير كده روح قط اللبس أكلم حد فيهم كنا صحابي يعني يعني كابتن حسن مرة كان أو اتنين خدني معايا كانوا بطر رماية وحب إصطاد من بندقية طبع ويأخذ أصحابه وأنا كنت يعني منهم ونطلع معا فكان يوقف قدام المرايا قال لي لا يا جماعنا زيت كيلو دقيق بيحاسب نفسه قبل أي حد وليلالك هو سرد باك اللي ما كانش يمتاز من ضربات الرأس لكن محاقد ما فيش كرة عالية يتعد منه آه يوقف صح قوي كان بيوقف صح وكن بعدين يعمل نفسه لعبة معينة كنت لقيه بيعمل حاجة كده في الله يعمل كده وروح لها هيا كابتن قال لي أشوفها بقى في الماتش يعمل أنه حينط يروح مفوتها ولمينها برجله آه فكان له علعب معينة يعني أي وكان قائد حقيقي وكان له كاريزمة آه ربنا ديله الصحة رب حط اللوايح وأسس أسس للتسويق الرياضي آه في مصر أسس للتسويق الرياضي في النادي الأهلي والشركة الأهلي انتاج العلامة والقناة من منجزاته الحقيقة في الحقيقة زي ما هو جاهز الكابتن الخطيب بخنافته آه أنت لو تذكر كان فيه دور هيبقى الأستاذ إبراهيم المعلم ماسي إبراهيم المعلم آه هو كان الدور عليه يطلع من أمين السنديو يبقى آه وكابتن وكابتن حسن يمكن شفت كتاب كان الأهلي بيطلعوا في الستينات مع نهاية كل موسم كروي للناشئين في النادي بيشمل النتائج بتاعتهم طوال السنة وبيعمل تعريف بكل ناشئ صغير تقريبا كان 16-17 سنة حسن حمدي محمود حمدي محمود حمدي اسماعيل يعني حتى الاسم حسن حمدي محمود اسماعيل حمدي آه كان بطل أولومبي بطل عالم من أبطال العالم في الرماء رحمة الله عليه آه فسألوا هذا الناشئ مين مسلك الأعلى قال لهم صالح سليم فأنتم تخيلين أن فيه ناشئ بصص على نجم كبير في الفريق الأول أنه ده مسأله الأعلى فتبقى النتيجة تجمع بينهم في كل مراحل علاقة الاتنين بالنادي الأهلي وفي أهم مراحل تطور نادي الأهلي يعني كابتن صالح مشرف على الكورة كابتن الفريق كابتن حسن حمدي يبقى فيه العلاقة مباشرة بينهم كابتن صالح يدخل رئيس نادي فيعين كابتن حسن في أول دورة عضو مجلس إدارة بالتعين ثم بقى تستمر العلاقة بينهم عضو مجلس إدارة منتخب أمين صندوق نائب رئيس نادي رئيس بالإنابة حتى توفى الله الكابتن صالح في صيف ألفين واثنين يخلفه بقى الكابتن حسن لرئاسة النادي ويفضل موجود بعد هذه العلاقة الطويلة الحقيقة بينهم يمكن فعلا كنت تشعر أنه الصورة اللي فاتت الثقة الكبيرة اللي بينهم الضحكة من القلب الضحكة من القلب بين الاتنين يعني أنا مثلا كابتن صالح في لندن في موضوع آآ بص الصفاء آآ كويس يا شوارب رفع عليك آآ في موضوع مثلا موضوع محتاج قرار أكلم الكابتن بعد ما يسمع يقول لي حسن رأيه حسن رأيه لو حسن فيه تطابق بالرأيه يقول لي أوكي حسنه محتاج يقول له حاجة يقول لك سيبني أكلمه خلي بالك لا يقول لي قول له الصالح بيذكرك مش عارف بإيه يقول لك إيه لكن لو أصر ماشي كلامه يمشي كلامه آآ لأنه هو اللي يارس أكتر مني النقطة دي آآ بس أنا أنا جات لي فكرة كده عادلي عاج وخلي بالي منه إذا كان فعلا كابتن حسن أصر كان كلامه يمشي أو أحيانا يجد أن كابتن صالح نور له حاجة محتاجة عديل في القرار فكان ثقة بينهم جمدة جدا جدا يعني الحقيقة الثقة دي يا جماعة يعني حتى لما كابتن صالح لظروفه كتيرة كان بيتأخر برا بيفضل في لندن فترات طويلة كان بيسخ أنه النادي إذا كان هو من خلال المجلس بيحط استراتيجية وبيحط سياسة على النحو التنفيذي والمتابعة والمكتب التنفيذي وإدارة النادي ومتابعة كل التفاصيل كانت هذه الثقة الكبيرة في الكابتن حسن عشان كده أعتقد الاختبار التاريخي اللي الأهل تحط فيه في مبادئه بقى لأنه المهندس عادل أشار إلى جزئية مهمة جدا تخص الكابتن حسن احترافيا أنه ما بيشتغلش من دماغه أبدا أهم حاجة عنده اللايحة أي عمل بالنسبة له اللايحة اللايحة بتقول إيه وما عندهش السادات يخرج براها يقولك طيب اللايحة بتقول إيه وبيحضره دايما سوابة الأهلي بحيث أنه لو أي حاجة تناشت لما بتضطرع عليه حاجة ويحس أنه يقولك لأ كده ما نبقاش الأهلي الأهلي ما يعملش كده سوابة الأهلي حية أوي جواه حضرة باستمرار ودي جاية طبعا من خلال التاريخ الطويل لأنه ناشئ صغير في النادي يوصل ليبقى رئيس النادي الاختبار الحقيقي كان في 85 كابتن محمود الجهر علي رحمة الله مدير فني للفريق فجأة بيصطحب عدد كبير من اللعيب الأساسيين وبيتمرن برا النادي في نادي الشمس فيه مشكلة فيه أزمة حصلة والكابتن حسن مشرف على الكرة يطلب ياخد سلطات مدير الكرة كان الكابتن هاني مصطفى علي رحمة الله عشان يواجه هذا الموقف ولما كابتن صالح سألوك عملتي قال له لو ما عملتش كده كنت هزعل لا أنا عايزة النقطة دي عايزة الشرحة كويس لأن كابتن حسن حكيها لي قال لنا أنا كنت عدو مجلس إدارة وحمزة الوصلة بين الإدارة زي مشرف كرة مشرف على الكرة لما حصلت الأزمة هناك قرارات من صلاحيات مدير الكرة مش من صلاحيات المشرف وكان الخلاف بين الكابتن الجهري مع مدير الكرة كابتن هاني هاني فهاني كان متقدم باستقالته فما فيش مدير الكرة فطلب من المجلس إدوني صلاحيات مدير الكرة لأن فيش مدير كرة عشان فيه قرارات عايزة أخدها بتخص اللعيبة ودي من صلاحيات مدير الكرة مش من صلاحيات المشرف هذه الدقة وهذا المعارد دقيق بيقولك ده مين لكن الإلفت نظرك أكتر أن الأزمة دي لم يكن حسن وكيلا للنادي الأهل وراء رئيسه كان وكيل النادي واحد من أقوى وكلاء النادي عبر تاريخه كمال بي رحمة الله عليه كمال حافظ وكان راجل متمسك برأيه زال على لزوم يعني فأنت كان كابتن حسن هياخد قرار مفيش مجلس يعني الطبيعي يقول له اللي بتقوله ده هتوقف 16 أو 17 لعيب وحتعمل مش عارف إيه وكل اللي قدر عليه كمال بي إنه يقول طب على الأقل نخلي الكابتن الجهل نوجه له لهم ونخليه عشان ما نعملش فراغ مرة واحدة لهاني موجود ولا اللعبة موجودة ولا المدير ولا المدير موجود حيبقى فيه فراغ وتوقفوا اللعبة ورفض الكابتن حسن ومن بعده بدعم الكابتن صالح أن يرفع لقاف حتى بعد الفوز على الزمالك في دور الثمانية ولعب دور الأربعة أظنه قدام الترسانة وفي النهاية كان غزل المحل على ما أتذكر تسمع القصة من كابتن حسن لما حكاها لكابتن شوير عن هذه الأزمة التاريخية وإزاي كان الموقف فيها نشوف أهل يلعب مع زمالك في طولة كياس معقولة توقف الفريل الأساسي بالكامل 16 لعيب أو تساهم في إقافهم والأهل يلعب بالنشئين أمام نادي زمالك معرض نفسه لهزيمة قاسية كنت هتحملها حضركة على مرة تاريخة أنا الحقيقة ما فكرتش في اللي أنت بتقوله أنا عندي مشكلة كانت كان كابتن جوهري موجود مدير فني كابتن هاني مصطفى مصطفى مدير فورا نعم وحصل بعض من الخلافات وكده هوته وبعدين بكلم هو طابد من كابتن جوهري كويس إيه بتقوله ما منفعش اللي أنتو يعني بتعملوه دو هم مختلفين مع بعض نعم فالمهم مختلفوا الحصل الخلاف ده يعني فالستاشا اللعيب بتمرقنه مع كابتن جوهري برا نادي نعم يعني ايه برا نادي انا ما عرفش حاجة كنت حضراك مسك ايه في النادي ساعتها كنت مش فيها الكورة مش فيها عدوا مجلس دارة ومش فيها على كورة القضاء فالمهم يا جماعة رازم ترجعوا تتمرنوا ما بيتمرنوش مش عارف ايه قاعدين فيين قاعدين لوكانضا في مصر الجديد الناس يسمع مهم يعني أنا حسن اعتقد كما معي كابتن صلاح حسن اعتقد كنت الواحدي وبعدين ويحترهم لازم ترجعوا النادي كويس وهم جمعوا نفسيهم يعني اللعيبة بقى في القض جمعوا نفسيهم واعدوا فالمهم يعني بمعاكم مدرب كابتن جوهر فالمهم تنبصوا حديكم فرصة غير بكرة اذا ما جتوش بكرة انا حاخد قرار في هذا الكلام انا اول حاجة عملتها لما حصل الكلام دوت خليت مجلس الدارة ديني سلطات مدير كورا ما انا مشرف الكورم عندي سلطات خدت القرار من مجلس الدارة انا لك سلطات مدير كورا انا ااخد سلطات مدير كورا انا مش عايز غير سلطات مدير كورا كويس ايه وخليت سلطات مدير كورا جبت كابتن عدد عامة كان ماسك عشرين سنة مزبوط بها علامة مجزبوط تشوي ديني ديني دين القرار. وافق حضرتك. قال له ما حسن. لو انا كنت موجود. باخدش حد اعمل الاكتر من حسن. هزا كلام مهم جدا. وبدل على المؤسسية العمل. رئيس النادي متصق تماما. هو مع الراجل ده في في فكره. قال له لو انا موجود مش مش هعمل اكتر من كده. ولازم ده اللي كان يحصل يعني. انما يعني هو طبعا كابتن كان عارف التفاصيل. اه يمكن كابتن حسن من منغامس في المشكلة بحلها. لكن طبعا الكابتن صالح كان وصله له كل حاجة يعني. كان موافق عليه يعني. اكتر قد اللي بيعمله اه. ده يدولك على الفكر. قال له انت ما ما خفتش ما ويقول قال له انا فكرت. انا مفكرش في اللي انت بتقوله. اللي انت بتقوله ده يعني. يعني مش هو ده مشكلتنا دلوقتي. خالص. مش مش. مش مشكلتنا اكتر. اه. ان فيه لعيب واخدت بعدها واتطاعت تاخد قرارات اتمر برا النادي وتتحدى سلطة النادي وتقاليده. اه. مش قضية ما تشكوره. اللي ما يادرش يفهموها. ايوه. انما يجو لك يقول لك اي شاتب قال. الناس يعيني بتسطح القيم. اه. اه. ما تعرفش تاخد ان هي ده القرارات اللي بتبني القيم. اه. ده موقف من المواقف التاريخية وغيره. عندنا يعني كل ما تيجي مناسبة. كتير. كتير. هنجيب لهم موقف ما يعملوش غير الاهل يعني. اه. 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 اكامتن حسن ما كانش مدعي. اه. يعني مش بيعملها. هو ما كان لوش في الشوق اصلا. خالص. لا يطلع يقول اه. خطبة ولا يطلع يعني في الملأ يه. يتصور كتير. ولا صالح. ولا. الخطيب. المناسبات التي تحتم عليه لزور وهي. بقت كثيرة لمن دول. هو اللي بيظهر فيها. اه. انما تطوع كل يوم. وتاني عمل لك مؤتمر عشان احكي لك حدوتة. لا. ما فيش الكلام ده في النادي الان. اه. اه. فا. وانا ارجو ان يعني يظل الاهلي يتوارض هذا الامر. حبوه كما وجدتموه. تمام. سؤل الكابتن حسن. هو ايه الفرق بينك وبين الكابتن صالح. نشوفه. من اللي ماشي على خطاك. يعني من اللي شايف انه قريب من حسن حمدي في الادارة. شايف هو كل واحد دي سيستم. صحيح. بس انت كنت ماشي على خطا. يعني انا اقول لك على حاجة ظريفة جدا. الراحل صالح سليم حضرتك. اقول لك. اه. اشوف انت فايز كنت حاجة ظريفة جدا. اه. فارق بينه بين كابتن صالح. ان صالح بتحصل المشكلة وحلها. اه. كويس. هو كان دائما يراضي. انا قبل ما بتحصل المشكلة بحلها. اه. ازاي. مثلا مشكلة منتخب او غير منتخب. اه. او عدم لوائح مظبوطة بتمشي في الكرة المصرية او 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 او. اه. ماشي. بتحصل المشكلة. اه. كابتن صالح بقى كان يخش يحل المشكلة. انا في الاول بقى يعني كنت ايه. اه. بتلحق. بقولهم تعالوا يا باوات انتو في كذا 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 كذا. اه. نمشي كذا. نمشي صح ازاي. ما نمشي صح ازاي. عندنا كذا كذا كذا. اه. فهو. اس. اه. الفكر واحد. اه. انت وكبت صالح. الفكر واحد. اه. والقرار في ان هي بيبقى واحد او الهدف واحد. لكن التنفيذ مختلف. اه. حضرك اهدى شوية. كتير. كتير. ديقتك عصبيته سعد. لا. انت بتحب كابتن صالح ومقتنى بيه. بدا طبعا طبعا. اه. هل بقول لك وانا قبل ما اقعد معاه بقول له مثلي. مفيش اصدق. مما قاله كابتن حسن ليصف الفروقات او الفروق والتشابه. اه. وده اللي انا قلت قولك. هل قلت لك صالح كابتن صالح استراتيجي. يرسم سياسات. ويديها. ليقول الامر. كابتن حسن متابع. المتابع دي بتخليه يبقى يتنبأ بالمشكلة. ويحاول يتفداه. وده انا بقول لا يمكن ان تنجح فيه الا اذا كنت انت عندك ادق التفاصيل. وعشان يبقى عندك ادق التفاصيل. لازم حجم المتابعة بتاعتك يبقى دقيق. ولسيق. فالكابتن حسن لما كان ياخد مسئولية. ما يسمعش عنها. يبني كل جلسة. ان شاء الله يعني هو قاعد النهاردة. بنقترح قضية. يقول لك استنوا. واحدين ثلاثة اربعة خمسة ست. ييجي الجلسة اللي بعديها. احنا قلنا ايه. نيجي نحكي يقول لك استنوا. شوفوا الورق. شوف الورق. انت قلت كزا هو فين. نفكر بعده كلنا بكلمة كلمة. من اللي احنا اتكلمنا فيه. اه. لما جاه بقى سير ريتشارد جيل. رئيس اه اه ربطة المحترفين يعمل محاضرة في مصر. وانا حضرت. اه. لقيته ماسك. الفين وتمانية. اه. لقيته ماسك النظام الاساسي. كل ما يسئل سؤال. طبعا هو حفظه صم. يروح. ما اقلب في الصفحات. بتكلم الله. ده شغل المحترفين. مهما كان ذاكرة القوية قد تخونك. قد تفسر امر اللبز. او انت ممكن تيجي تقول التفسير الناس ما تبقاش متابعة معك. لكن عندما تقرأ الناس يا استاذ ابراهيم وتحللوا وتفسروا الناس بتفهموا. هذا اسلوم محترفين. لذا كنت بيقول لك محترم محترم ومحترف. فالكلام اللي جاء له الكابتن حسن ده كلام. وعشان كده كانوا بيكملوا بعض. اه. وعشان كده. اه. لما كلم الكابتن صالح. هو يتصارى كابتن صالح ما كانش عارف يعني الموضوع. اه. قال له لو كنت انا موجود مكوش عمل احسن من كده. هو عاجي يقول له ايه. انا معك مية في المية في اللي خدته. اه. ولو له رأي تاني كان كلمه. قال لك انا استباقي. يعني كابتن صالح يحل المشكلة لما تحصل. لا كابتن صالح. انت بتقوله دي يقولك ازاي يحصل كده. اه. الكابتن حسن عشان ما يحصلش كده. ايوه. عشان ما حصلش كده. كان يلجأ الى مهمين اللي حط اللايحة. ما اللايحة يعني ايه. يعني لو عملت كده هحصل لك كده. ايه القواعد بتاعتك. انت بتسبق قبل الغلطة ما تحصل بتقوله اعمل كده هتكسب كده. اعمل كده هتخسر كده. فالردع يأتي من اللايحة. قبل ان تحدو. اذا حصل خطأ يبقى في القرار. لكن اصلا انت بتتوقع بالنظام. وانك بتسبق اي مشاكل بانك. بمجرد ما تتخيلها بتحط لها النظام ماذا لو حدست. اعمل. فكان بيجي يشرح هذا الكلام وكان يجي يقوله. يقوله الموظف يقوله اللعيب يقوله العودو مجلس دارة. ولذلك الدماغه انشف شواء من الكابتن صالح. هو الكابتن صالح كان اكثر حدة في التعبير عن الصح والغلط. لكن كابتن حسن اكثر تمسكا. ودماغه انشف. حد ناس استغرب. فكنت اضحك معاه. مجلس يقولك اقوله لا كابتن صالح. اما كون يقتنع بحاجة هي تنزع الرأي وانت ما بتتمزلش. افد. بنا اديك الصحة كابتن حسن. طب بنا اديه الصحة تعلمنا منه الكثير. طبعا. طبعا. القيمة الكبيرة الحقيقة. كابتن حسن بعيدا عن جانب الكرة. يوصف بانه واحد من اهم صناع الاعلان في مصر. رائد مؤثر جدا في مجال الاعلان المصري. واعتقد مؤسسة الاهرام استفادت كتير جدا جدا من خبرات وزكاء وعلاقات وحنكة وحكمة الكابتن حسن حنظ. إلى الدرجة اللي خلت البعض يخلطن بين الاهل والاهرام. ومين جار على التاني عند الكابتن حسن? كابتن شوبر في اللقاء ده سأل الكابتن حسن في الجزئية دي نشوف كر رد هو عليه. مان اللي جار على التاني؟ الاهل لجار على وكالة الاهرام الاعلان ولا الاهرام اللي جار على الاهل عند الكابتن حسن أنا الاثنين جرت عليهم لأنه الأستاذ حسن مستكيو أستاذ أبريم حجازي قاله أنك فصلت بشكل احترافي شايت جدا يعني فبس لازم بسغال أنا حرج أقول تاني أن أنت تبقى فير أو عندك شوية ضمير يعني أو الضمير يعني تبقى فير آه يعني أنت بتعمل مناصة للنادي الأهل بتفتحها كويس الأهراب وكاية الأهراب بتخش فيها والوكالات الأخرى كلهم بيخش فيها كويس بيعودوا بتتقلب لمزايدة مفتوحة بغاية أن ما ترسي على واحد اللي هو حط أكبر ببلغ موجود نعم كويس يبقى ده فير لنادي الأهل آه أخبرك تيجي بالأهراب آه ما بتعمل دوت لازم تكسب آي فالهازم بعد ما بتقفل بتخلص المزايدة دي نعم بتقسمها بقى وتبتبيع الأيتمز اللي فيها هل يجب تكسب نعم النادي هنا خد أعلى حاجة واخد بالك والأهرام هنا هو تكسب من وراء النادي الأهلي ازا فير فالتنين كانوا كسبانين فير لو حضرك كنت رئيس النادي الأهلي في الفترة دي وجات لك وكالة زي صلة ودتك أفر أو عرض أعلى من الأهرام كنت هتعمل لي هتعمل مزايدة هتعمل مزايدة خلون عندي كده في النادي طب المزايدة جت لصالح وكالة غير الأهرام مشكلة ما فيش مشكلة طبعا وانت ماسك الأهرام طبعا هو أكتر حاجة بتكسب الأهرام بالمناسبة يعني أنا وأنا كنت مسؤول في الأهرام كنت أقول لهم ما تسيبوش النادي بتقول لهم ما تسيبوش النادي طبعا بس حضرك تبقى عارف الأرقام هنا وهنا هنا وهنا إزاي يعني الأرقام بتبقى موجودة كابتن شوبيل بقوله مزايدة يعني النهار دا الأهرام بيقول مثلا أنا أحط جنيه التاني بيقولك جنيه ونص تبقى تزايد آه فاهمني ازاي شوف الكلام دا حوضحه عالطبيعة بقى معيار رئيس النادي ورئيس وكالة الأهرام معه الخلط الشديد البعض من قوة تأثير حسن في مجال الإعلان في مصر تخيلوا هولي بيدير الأهرام هم الأول بس عايز أقول إن أقوى ثلاثي جاء في وكالة الأهرام كان عبدالله عبدالباري دا أسطورة أي أو منشئ الوكالات الإعلانية إعلانية كان رجل جبار يعني وبعد كده بقى رئيس مجلس إدارة الأهرام وجاء بعده الأستاذ سيد مرسي أنا اشتغلت مع الأستاذ سيد مرسي وعملنا أول ماتش كورة لصالح مجلة الأهلي من خلال الأهرام ما كانش كابتن حسن لسه موجود وتعاملت معه كان رجل ديناميكي واتصالاته كتير جدا 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 ويعلمك يعني ما تحتك بيه يعني تعلمت منه كتير في الفترة دي وجاء كابتن حسن يعني تعاين في وظيفة ما هيش من وظافة الرئاسية ولكن أداء وسرعة نموه كانت فقط المعدلات من نتيجة الإنجازات اللي كان بيعمله والأفكار والنظام الضقيق اللي كان بيعمله مفيش محافظة مزرهاش عشان الأهرام مفيش محافظة مفكرش يستفيد ازاي من الطرق من الطرق والبتاع والإعلانات وأصبح جزء من داخل المجالس المحلية مرتبط بالأهرام إعلانات الطرق ناس كتير خسرت بغيبة الكابتن حسن خسروا كتير ناس كتير يعني أنا كنت مرة بصوت في حضارة معافة في محافظة السكندرية وشفت الناس مهتمية قد إيه نعمل إيه هنا وحنعمل إيه هنا ونعمل إيه هنا يعني شوف لنا حل لقيا تجربة بقى شخصية أنا كمدير نادي معاه أنا كنت مدير البطولة العربية الرائع بتاع النادي اللي قال لي أحد شركات المياه الغذية الرائع بتاع البطولة العربية الشركة المنافسة طبعا البطولة العربية مشى بالرائع بتاعها بس اتعرفت على مفاتيح الناس دي كنت حرجع من البطولة العربية بعدها بشهر والاتنين معادت جديد الرعاية بتاعت النادي الأهلي فطلبت من الشركة دي أن أدخش بتوله مخش قال له ما هو ودي بتقوله إحنا بنعمل بيدنج مزاد بختك يا بو بخيت أنا بدير العملية بقى والأهرام بعت مندوبه وراجل بعد كده تقلل مناصب كويسة وجه بقى تاك 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 جم لحد الشركة الغذية التانية دخل ضده وقلت الأهرام عزة تاخد الليلة مش تاخد بقى الرعاية من الأهرام وبعدين قال له إحنا محتاجين جم توقفوا كده قال له إحنا محتاجين نعمل مكالمة عشان إحنا الحد اللي إحنا جايين بيه ما خلاص وصلنا له فاحتاج جم مندوب الأهرام قال لأ خلاص هي مش ممارسة هو مزاد وإحنا فتحنا مظارفنا وهم فسمحت لهم بيعملوا كده يتصلوا وربعوا زودوا مندوب الأهرام الدق جدا وكلم الكابتن حسن أعمل إيه قامشي وقال له كمل راح الأهرام وخد فقفزت 300 ألف كان وقتها كان متوقع أن إحنا ناخدها بمليون مثلا عملت 2 مليون و300 لإنه دخلنا فيها وصعنا الباقة برضو دخلنا فيه الألعاب الرياضية الأخرى فاخدها اللي خدها معاها الألعاب الأخرى بس نطرت نطرة جبارة فجيك كابتن حسن خلصنا ومضينا ومشوا فقال لي بصرامة كده أنت عملت حاجة غلط فأنا بصيت له فقال لي مش مفروض ياخدوا فرصة أنهم يعملوا اتصال وبتاع لأن دي مش ممارسة دي كذا بس أنا دي التعليماتي أن الناس تكمل فتوقعت أنه هو حيتدايق أنا تعملت حاجة غلط بص برافو عليك صراف لي مكافأة المرة الوحيدة اللي صرافت لي مكافأة طول عمل في النادي الآلي صرافت لي مكافأة في اللي الناس كانت بتعتخد أنه بيجمل الأهرام أو بيجمل الأهرام لا هو عجبه فكرة أن أنا جبت على حاجة لا كنت حريص حتى لو طلعت عن النظام سنة إنما هذا الحرص وبعدين دي عملت إيه بقى الأهرام مخسرشي لأن الأهرام حتى زيادة على تعالوا لي بقى فكسب أضعاف من وراء القصة دي النهاردة لما مرة طلع رحمة الله عليه مرسى عطالة يتحدث قال لهم لا الأهرام كان بيكسب من وراء حسن والوكالة بيكسب جميل جد ولو روحت تسأل لحد النهاردة أقول لك فين أيام لا يعني أيامه كانت طبعا لا فين أيامه دي هو الأمور اختلفت كتير وعشان البهوات اللي بيتكلمه ولكن الأهرام بتدي ده كان مزاد مفتوح كل واحد يقول لي بيدوله قال له لو لو شركة قدامك كسبت قال له إيه المشكلة قال له إيه المشكلة ده ده الأصول قال له ده ده القانون اللي يزود عليها ياخدر المزايد عشان كده ده هي أصلا قانون المزايدات كده إنك اللي يدفع أكتر ياخدها ما أقدرش إن أنا لكن أنا طول ما أنا حاسس إن أنا أقدر أكسب وحقصر لما أخدتهاش الأهرام بيكون حريص ياخد بدليل إنه لما جات حاجات بعد كده فوق طاقة الأهرام ما أقدرش أخد من الشركات الأخر لحد يومين لما دخلت شركات جديدة بملاءة جديدة بقوة جديدة ما أقدرش اللي جيه بعده ما أقدرش يكمل ده كان كلام مهم جدا طيب إذا كان كابتن حسن حمدي اختبر في 85 في مدى تمسكه بثوابة النادي ونظام النادي ولائحة النادي وصورة النادي وكانت النتيجة الموقف التاريخي اللي أخده واللي زكاه واتفق معه فيه كابتن صالح رئيس النادي وقتها بإيقاف الفريق بالكامل وخوضه مباراة الزمالك بالناشئين وكانت مغامرة أديك وشفت الكابتن حسن قالك ما كنتش بفكر خالص في الناحية الفنية لفت الأيام يا سيد إبراهيم انت مش لعبت الزمالك انت لعبت المطشين اللي بعدها والعقوبة منفزة ما جيتش بقى في الفاين اللي قلت عشان الكاس لفت الأيام وفي فبراير الفين والتمانية يتعرض الآلي لاختبار أشد حارس مرماه الدولي أحسن حارس في أفريقيا قبلها بأسبوعين راجع من غانا بكاس الأمم الأفريقية وإز فجأة عصام الحضر يسافر لسويسر ويخترق عقده مع النادي وإحنا بنتكلم في فبراير يعني القيد بتاع يناير خلص وانت ما عندكش اللي اتنين حراس منهم لا دا القائمة الأفريقية دا الأخطر في القائمة الأفريقية وانت بتخوض المعترك الأفريقي ابتداء من دور المجموعات بكل مخاطر ومشاكل وكابتن حسن رئيس النادي خلال تكريم المنتخب من قبل رئيس الجمهورية وقتها الرئيس مبارك يطلب عصام الحضري من رئيس الجمهورية عن طريق كابتن سامير زاهر رئيس اتحاد الكرة وقتها السماح باحتراف عصام الحضري لا عايزة أتوقف هنا عايزة أتوقف هنا لأن فيه تصحيح لازم يتعمل دا دا اللي روجة له في الإعلام وكان فيه استياء شديد جدا من الرئيس الجمهورية أنه تكتب كده في الأهرام والسؤال عصام صرايا يعني شار الخبر طبع تانية بسرعة لأنه خد الأهرام طبع أولى مبارك يأمر باحتراف الحضري ما كانش كده هو عصام الحضري كما جاء من رئاس الجمهورية بقى ساعتها وقال لسامير زاهر انت يا سامير ازاي تبلغ الأهرام أنه الخبر دا بالطريقة دي فاللي قال له ايه قال له يا رئيس أنا الأهلي وابتاعه وزعلن مني وانا عايزة حل الموضوع دا ومعاه ومش حال قال له يا سامير حل الموضوع دا ما قالوش عصام يرجع طيب فلما سامير قال كده فحسن قال له ازاي يعملها فقال له لا دا تعليمات فلان قال له خليه تكلمني حصلت اتصالات على مستوى الرئاسة وتدخل الدكتور زكريا عزمي واكتشفت الرئاسة انه موقف الأهلي كان صح نشوف الكابتن حسن لما سألوا الكابتن شوبير عن الوقع المهمة دي تفاصيلها ايه عصام الحضري حضرت المشيك عصام الحضري جاء وهرب من نادي عايز يلعب في سويسرا فأيه جاء ورح سايب النادي وهرب بدون ما ياخد ازد بدون ما ياخد استجناء خويس فطبعا خدنا موقف نمر واحد اقافه بدلنا ان نصعدها بقى للفيفا في ذلك الوقت وهو كمان عمل اجراءات كتير موضوع دا تصعد يعني كان فيه منتخب مصر كان كاسب بطولة افريق بطولة الامم لا والرئيس بيكرم والرئيس بيكرم صح هو طالع منصة عند الرئيس قال له يا فندم انا ايهو بيقوله متعايزين حاجة يا ولاد قال له انا ليا طلب وحيد بس عندي مشكلة قال له ايه قال له انا نادي الاهلي بعدني كويس وحفني وقدبالك و من اسم حسن عندي هو الواقف الكلام دا اشتكى حضرت الرئيس مبارك الرئيس مبارك كان من دكتور زكريا دكتور زكريا عزمي عزمي فالدكتور زكريا بيقوله حسن فيه كذا كذا طب قولي سيدة الرئيس يعني ان الولاد دا رفع علينا قضية هيرب من النادي وعمل شكاوي في الاتحاد الدولي وعمل 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 زكريا يرضيه هذا الكلام بس انا بقول احنا ما اتربناش على كده او يعني النادي كده اتكلمني تاني على طول الدكتور زكريا قال للرئيس بيقول انت الراجل محترم ويا حسن وكلامك يمشي الولاد دا وقت توقف دا الرئيس مبارك فأيد ان هو دا الراجل شتم من نادي ورفع عضايا عن نادي وهرب من النادي وازاي انا ما عقبوش أيد القرار اللي خدتوه اه طبعا النادي عشان كده انا كنت بقولك ما كانش القرار ان اعصام هو انت انا بس دا تذكرت هو كان اعصام بيشتكي ان الاهل شكيف ميشتكوهوش اه وكان عايز يتنازل على الشكوى عشان ما توقفش اي فقال له حل الموضوع دا شوفه يا سمير اه فسمير لما راح قال لك الرئيس يأمر با باحتراف الحض فلما كابتن وده اللي قلتو لك لما تواصلوا مع كابتن حسن قالوا له قادي الموقف وحن انت لقل له لأ موقفك صح وكمل فيه هو قال تفاصيل انا يعني بالعبارات اللي انا ما سمعتهاش بقى يعني الكلام دا لان الوقتها كان كابتن عصام لما رجع اول مرة اكتشفنا انه كان شاكي الاهلي في الاتحاد الدولي انه بيعملنا بعنصيرية وبيعملني مش عارف بايه بايه فحتى كابتن لما المستشار اكسب بيحقق معاه قال له انت ازاي تشتكي الاهلي قال له انا ما بعرفش انجليزي يوم ما مضوني قال له طب اكتب قال له طب اكتب انك متنازل عشاك وقال له لا يوقفوني فيعني يعني وقتها كانت المشكلة هنا انك كمان مش انك مشيت انك صعدت ضد الاهلي فاضطر الاهلي يستكمل فعشان كده رئاسة الجمهورية تفهمت يا استاذ ابراهيم موقف الاهلي وسنادة الكابتن حسن هي دي النقطة اللي كانت مهمة يا جماعة انه مع تصعيد الحضر وتصعيد التحاد الكورة لمطلب عصام الحضر انه النادي يتنازل عن حقه في الشكوى للفيفا حفظا على حقوقه ضد لعب اخترق العقد بتاعه وظن الكابتن سامير وقتها لانه كان مساند عصام الحضر انه خلاص بمجرد بقى رئيس الجمهورية اهتم وبيكرم المنتخب انه فاز بالبطولة فخلاص يعني يقبل من عصام الحضر يعمل اللي يعمله انما الحقيقة كان اتصال مؤسسة الرئاسة عن طريق الدكتور زكريا عزمي وقتها زي ما كابتن حسن حكى ايه الموضوع فكابتن حسن حكى الموقف صح فرجع للدكتور زكريا عزمي وقال له السيادة الرئيس بيقولك انت صح والموقف محترف والموقف سليم بتاعك فانت متخيلين انه يكون الكابتن حسن حريص على الدفاع عن حق النادي والتمسك بثوابت النادي وشرح اللي حصل وتكبد مخاطر انه ممكن يوصل الناس من طريق غلط يوصل الكلام بمعلومة غلط لكنه يبقى حريص على انه موقف الاهل يظهر دفاعا عن حق النادي وهو حق مشروع لانه في الاول وفي الاخر مؤكد ان مؤسسة الرئاسة والمسؤولين كان يهمهم انه فعلا تحافظ على حقوق النادي كنادي مصري ضد نادي سويسري ضد نادي سويسري اخترق عقد اللاعب وخد اللاعب من عندك فهنا الاتساق في الموقف ما بين موقف مؤسسة الرئاسة مع موقف النادي في الحفاظ على حق النادي كنادي مصري عندما يكون لك حق تصرحه بوضوح واحترام وانه مش شخصي وانه مش عشوائي تكسب الاحترام وتكسب التأييد وجه اللوم هنا مين لاتحاد الكرة واللي كتب الخبر في القراءة كانت مشكلة كبيرة اي طيب صورة اللي شفتوها من بدري كابتن صالح معاه كابتن خطيب وكابتن حسن حمد صورة تقريبا فيها خمسين سنة اهلي ليه لانه التلاتة بالضبط لو قلت الصورة دي شايفين يعني بداية السبعينات كابتن صالح بيكون فرقة جديدة لمستقبل النادي الاهلي من التلامزة كابتن الخطيب نجم نجوم التلامزة اللي طالع في جيل السبعينات اللي عمل قفزة كبيرة جدا في شعبية النادي الاهلي وفي بطولاته واعاد للاهلي درع الدوري باحتفاظ به سنوات طويلة وسيطرة كبيرة مع تنمية شعبية النادي فده نجم التلامزة محمود الخطيب صالح سليم صانع التجربة حسن حمدي واحد من اهم اللي صاغوا الفكرة وصاغوا اللايحة وتبنوا هذا الجيل دي كرة القدم في النادي الاهلي في الخمسين سنة اللي فاتوا من السبعينات حتى اليوم احنا مطولناش فخرة بالكامل لمجرد يعني تحية وتكريم كابتن حسن في ذكر عدم الهد ولكن لاستخلاص الدروس من المواقف التي حدست وكان ضالعا وسببا فيها عشان يعرفوا الناس كيف يدور الاهلي وكيف تدعم تقاليده وما هي العلاقة اللي بين رموزه محدش غيران من حد كله بيكبر بعضه اي بس اجيال بتسلم بعض هي دي خلاصة هذه الصورة اللي فيها خمسين سنة كرة وخمسين سنة اهلي بالزبط هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم اهلا بحضراتكم من جديد شوفنا هذه المسيرة الكبيرة للكابتن حسن حمدي اللي بنقوله كل سنة وانت طيب يا كابتن وعيد ميلاد سعيد وربنا يمتعك دايما بموفور الصحة والسعادة يا رب ان شاء الله على فكرة التاريخ الكبير للنادي الاهلي ده يا جماعة والاسس اللي اداني عليها والمواقف كتير اللي المهندس عادلي بيحكيها لكم هي دي الارض الصلبة جدا اللي انطلق منها النادي الاهلي ولعله ربما يكون من الافكار الليلة جدا اللي موجودة اللي ظلت نابضة وحية وعيشة وبتتفرع منها دايما اجيال وراء اجيال عشان يمصر الاهلي حاليا هذا الشهر يرى ايه الاهلي يتفوق على مين على ريال مدريد وبرشلونة في عدد المتابعة والاكثر تفاعلا في العالم على الفيسبوك بصوا شعبية النادي الاهلي وصلت لفين عشان اللي بيقول لك الرعاية والدعاية وفي الكلام ده كله نادي الاهلي استطاع انه ينفرد بقمة قائمة الاندية الاكثر تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي حقق المركز الاول في التفاعل بمعدل مشاركة خلال هذا الشهر يوليو عشرين تلاتة وعشرين وفقا للإحصائية اللي أعدها الموقع المتخصص في هذا الشهر وتفوق على حسابات ريال مدريد وبرشلونة والأرسنان النادي الاهلي حصل على عشرين فاصل أربعة من عشر مليون تفاعل من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك في شهر يوليو عشان يتصدر قائمة أفضل خمس أندية في العالم خلال هذا الشهر أفضل أندية متابعة شعبيا حول العالم في شهر يوليو كان النادي الاهلي المركز الثاني كان ريال مدريد الاهلي عنده عشرين مليون واربعة من عشرة ريال مدريد في المركز الثاني تسعة عشر مليون وثلاثة من عشرة برشلونة تراجع للمركز الثالث بالتمنتاشر مليون واربعة من عشرة فريق انتر ميام الأمريكي طبعا مع وجود ميسي دخل القائمة بقى في المركز الرابع بخمستاشر مليون وسبعة من عشرة والأرسنال كان الخامس بحداشر مليون متفاعل معاه على صفحته على الفيسبوك لتواصل الحسابات الرسمية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي فرض نفسه على الساحة العالمية ويأكد الأهلي انه من أهم أندية العالم شعبية وجماهيرية ومتابعة من خلال التواصل الاجتماعي عايزين قدلة؟ يعني عايزين ايه؟ الناس اللي بتكابر دي عايزة ايه؟ تبقى أحسن الحاجة ايه؟ دعهم في فقاعة الوهمة اللي هم عايشين فيها خلاص اللي مش عايز يشوف بقى اللي ما شوفش من الغربال هتعمل له ايه؟ اللي ما شوفش من الغربال يبقى أعمى لكن أعتقد احنا كمان لازم نشوف فيه الغربال وعشان ما نكونش أعمى لازم نشوف اللعب بعد الستين اللعب بعد الستين مسألة مهمة جدا لأن النهاردة الأهلي الناس اللي بتتفرج على الفريق وهو بيكتازل مصر بهذه الصعوبة في المباراة الصعبة مش واخدة بالها إن اللعبة دي بتلعب بعد الستين بعد الستين مباراة الأهلي يا جماعة إذا كان بيتفوق على ريال مدريد في التفاعل الاجتماعي على السوشيال ميديا فالريال مدريد فارع عنه بمطش واحد السنادي ريال مدريد لعب واحد وستين مباراة الأهلي والمان سيتي لعبوا ستين مباراة بس كمان خدوا بالكم الأهلي تأجلوا مبارتين مباراة مؤكدة مع إنبي في سيمي فاينال الكاس ومباراة محتملة لو كان صعد أو لو صعد للنهاية فلو كان اتحاد الكرة ما أجلش الكاس كان الأهلي زمانه أكتر أندية العالم مشاركة في المباريات السنادي وهيكون لعبت الأهلي الأكثر تعرضا للإجهاد أنا عايزة أبقى لحظة هنا هيجي وقولك هديك قلته ريال مدريد أكتر منك بمباراة وده ريال مدريد ممكن أرد عليها أقوله كلمة واحدة بس ده خليك معايا بس عشان إيه شوارب مطلع لك الأندية الأكثر مشاركة هي ريال مدريد واحد وستين المان ست ستين الأهلي ستين مصريا بقى عشان نقارن مصر بقى لناس اللي بتقارننا بيرامنز عنده 53 مباراة الزمالك 51 مباراة وفيوتشر 51 مباراة يعني هو أكتر من زمالك بتسعة مباراة أكتر من بيرامت بسبعة مباراة أكتر من فيوتشر بتسعة مباراة وده اللي بنقوله أن الناس اللي مشورها للإفريق يبتدى يعني خلص بدري ارتاحت لكن أنا عايز أعلق هل تأثرت الأندية ها تأثرت هو ريال مدريد ده هو ريال مدريد بتاع السنة اللي فاتت ولا مستوى عملي إزاي رغم أن السنة دي عنده تنين لعيبة هما الأحسن على مستوى العالم بنزيمة وينيسيس صح أو لا؟ صحيح ورغم كده نتائجه يبا إذن كل اللي دي بترهق رغم أن أنا مشاويري هو بيلعب في أوروبا اللي بيروحوها بالقاطر وساعد بالعربية الشخصية يعني وحيقراب يروحوها ماشي وإحنا بنركب مسافات بتتجاوز العشر واثناشر ساعة ساعات في الطيارة عشان تروح تلعب ماشي وترجع فمقارنة حتى عدد المباريات هو مش مقارنة موضوعية قوي يعني يعني ستين مباراة بتقعك إنه ماربعين بالنسبة لنا لأننا كل المشاوير الإفريقية عالقة ده خد كمان مقارنة ببقية الفرق حتى المصرية ما هو أنت لما الدور بيوقف لعبت الأهلي جزء كبير بينتقل للمنتخب الوطني وجزء المحترفين الأجانب بيسافروا المنتخبات لهم والمنتخب اللي لومبي بيلعب فأنت معظم لعبتك الأساسية عندها سبع تمن عشر مباريات دولية مضافة على ستين على ستين طب أنا حوف أفكرك بقى حاجة بقى هو أنت في كاس العالم اللي في المغرب للأندية في كاس العالم للأندية اللي في المغرب أنت عمرك شاركت وصفرت عدة هذه الصفرات احنا كنا نلعبتش ونسافر 350 ولا 400 كيلو عشان نلعب التاني ونرجع نلعب تاني لما رجعت قابلت مين بيرتحين بقى فريش أول ماتشات ليوم كانت معاك ريال مدريد تاني ماتشينو كان معاك ما تحركش من مكانه أنت تحركت له وكنت مستوي أنت نلعبت بقى 3 ماتشات قابليه بسفريات ولعبت برضو دم بطل بنفس الشيء هو جاي يعني ما سفرش زيك ما لعبش عدد ماتشاتك فأنت مرهق هنا مرهق هنا مرهق هنا يعني الإرهاق يا جماعة البدني والنفسي عملية على اللاعب لأنه بشر جربوه على نفسك وحضراتك في أي شأن مشهول الحياة وشوفوا هتتعاملوا بنفس القوف كل اللحظات طيب الحقيقة يعني قبل ما حنستعرض برضو الموسم اللي جاي لكن الأرقام الستين بالنسبة ليه مارسل كولر الآلي لعب مع كولر ستين مباراة فاز الآلف تلاتة واربعين وخسر خمس مباريات وتعادل اتناشر مرة وسجل مية وحداشر هدف واستقبل خمسة وثلاثين هدف وسجل تلاتاشر هدف في بلاس تسعين وفي تلاتة وخمسين مباراة سجل فيها وسبع مباريات فقط لم يسجل واحتفظ بالشباك النظيفة في تمانية وتلاتين مباراة أنا ليه مع هذه الأرقام وانا انت وصلت البعد الستين مباراة هنا في الداخل المسألة خلاص بواخت قوي واعتقد كل الناس عرفت الناس اللي بتتكلم على الجدول وعلى غيره والمؤجلات لكن الحقيقة اللي بيبقى غريب جدا ان احنا الترويج للكلام الفارغ هنا بيطلع بصورة بره مغايرة جدا ولاقي فيه اعلامي تونسي كان شغال في الامارات وانتقل راح السعودية لكن الراجل من برضو فرط التشويش اللي حصل له من الاعلام المصري والترويج الخاطئ ان الاهل بيتزبط له جدول وان الاهل بيتعمل له كل حاجة في الداخل هنسمع هذا الرجل واسمه المهدي بن عبيد تونسي هنسمعه ويريد هو يكون سمعنا في الرد الموسق عشان يشوف قد ايه هو تعرض لأكلة اعلامية مسمومة نسمعه مثلا في مصر هنا اتحاد كورة غير قادر ان يضبط رزنامه ثابته متى يبدأ الدوري متى ينتهي في اعتقد الشخصي اتحاد بن ضفرين يسمعه اللي الاغوة فاشل اتحاد اللي يسند نادي على نادي فاشل في مصر الناس كنت تعرف القصة في احد ما يعرف قصة البطولات النادي الاهل يلعب تتأجل المباراة اولا تتأجل ثانيا تتأجل ثالثا الحساب الانديك يلعب ارياحية هل انت شايف ألشف طبيعي تأجيل اكتر من 7-8 اسابيع غير طبيعي يا كابتر في اي دولة في العالم وغير معقول ريال مادريد يلعب تشمبيانز ديج السيتي يلعبه يوصل الى عادة 60 مباراة ماكو داعي انك تأجل المباراة وتأجل ثنين وتأجل ثلاثة وتعطيها ارياحية انه يتعامل مع الرصيد البشري عملية تدوير على مزاجه الخاص عكس الاندي الثاني اللي تلعب مضغوطة اللي يعني تلعب تحت عمل اصابات تحت منع من الانتدابات اشياء كثيرة نادي توفره الاسياء دي بالطبع رح يكون بطال في الاخير طيب رد انت عشان قدامك الارقاء انا هرد بس بالشكل المواثق واتمنى انه الاستاذ المهدي بين عبد وغيره اللي بيتعرضوا للوجبات الاعلامية المصرية المسمومة بشأن الاهلي فرصة ان احنا ممكن نعمل لهم غسيل معوي باللاحة عشان يقدروا يفهموا انه الاهلي ما تجملش اللي حصل مع الاهلي حصل مع غيره بس الاهلي ما بيتكلمش هقولكو مثلا اللايحة هو ليه الاهلي بتتأجله مطشط وهل بتتأجل للاهلي بس ولا لا لاحة المسابقات يا أستاذ مهدي بتقولك الانداء اللي بترغب في المشاركة في البطولات العربية او الافريقية تلتزم بالمواعيد المعلنة بالجداول دون طلب ادخال اي تعديل على التوقيتات والمواعيد او طلب التاجيل بحيسه تقام المباراة المحلية للنادي ده اللي اتعمل للاهلي وتعامل للزمالك وتعامل لفيوتشر وتعامل لبيرامد تقام المباراة المحلية للنادي على رابع يوم في حالة اذا كانت المباراة الافريقية او العربية خارج مصر وتقام المباراة المحلية على ثالث يوم في حالة اقامة المباراة الافريقية داخل مصر هنا الفاصل ثلاث تيام ولو بر مصر يبقى الفاصل اربع تيام هذه اللايحة اتطبقت على الاهلي والزمالك في دور الأبطال واتطبقت على فيوتشر وبراميز في الكونفيدرالية للأهل خاد ساعة زيادة ولا الزمالك تظلم من ساعة زيادة تعرف هو الفرق إيه إنه الآهل الوحيد اللي كامل للفاينال الزمالك خرج من دور المجموعات فيوتشر خرج من دور التمانية تقريبا وبراميز من السيمفاينال في الكونفيدرالية هل كان المطلوب من الأهل إنه مايلعبش في بطولة أفريقيا عشان يلعب في الدوري ولا تتأجل زي ما تأجلت لغيره هل الآهل خاد ساعة زيادة فين بقى هو فكرة قالك الآهل بتتزبط له رزنامة أو قرعة في الداخل فين التزبيطة واللايحة انطبقت عليه زي ما انطبقت على التلات فرع الأخرى بصرف النظر بقى عن التأجلات بتأجل ليه عشان بتلعب في أفريقيا صح؟ هل كان الزمالك بيلعب والأهل مرتاح ولا كان بيلعب؟ بيلعب بس في حدة تانية أصعب أي فالأستاذ مهدي بس ويتحدث كان ينبغي إنه يرد على نفسه بالجملة دي هل كان الأهل يواخد الراحة دي للفصحة في السحر الشمالي؟ ولا كان مسافر يلعب ماتش كورة أكثر إرهاقاً طب لما رجع لعب كان الزمالك مرتاح والأهل بيلعب ولا ما كانش الزمالك مرتاح والأهل بيلعب أو الأندية المصرية اللي خلصت ماتشاط طب كل الأندية خلصت الموسم بتاعه وما زال الأهل بيلعب ولا ما حصلش إيه فإن إذا كان هناك أحد مدار يا أستاذ مهدي إذا كنت تريد أن تناقش بموضوعية مش عايزين نخش فيه يعني نوع من المساجلة اللي ملهاش لازمة حضرتك أنا بكلمك لو الأهل كان بيتأجله عشان يقعد مرتاح أنا معاك لكن لو كان بيتأجله عشان بيلعب بس في حدة تانية أصعب بمشاوير أطول أوكي لو كان بيرجع يلعب مرتاح أنا معاك لكن لو كان بيرجع عشان يعيش الموسم كله مضغوط أنا معاك طب النهاردة هو يعني لما قابل أي فريق بعد ما رجع من أنهى المشوار الإفريقي كان بيلعب كل الفرق وهي مرتاحة وهو اللي بيلعب ومضغوط وده شفناه في الحالة البدنية الواضح جدا 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 عليه لأنك لما تلاقي اتنين لعيبة منهم الأهل اللي عنده أجهز وأسرع لعيبة وتجد التفاق البدني لأي لعيب مهما كان اسمه في السرعة تعرف أن ده إرهاق طيب الأهل خد ميزة في التأجيل أولا عندك اللايحة برضو فكرة أسطلقاء اللي بتتزبط لروزنامة للأسف بعض المصريين اللي بيتواصلوا مع الزملاء العرب دول بيتدوموا المعلومات الغلط والمفروض أي حد إعلامي يهتم يشوف اللايحة إيه نهيكم عن المنطق نفسه لأن أنت لما تلاقي اللايحة قالت لك بالنسبة للمباريات اللي من بداية الموسم ثلاث تيام أو أربع تيام لو المباراة خارجية طيب إذا كملت اللايحة قالت لك في حالة وصول أي من الأندية المصرية المشاركة في الكنفدرالية وربطة الأبطال الأفريقية إلى دور التمانية سيتم تأجيل أي مباراة محلية تقام ما بين مبارتي الزهاب والإياب في أفريقيا ليه لأنه الاتحاد الأفريقي خلى جونة الزهاب والإياب بينهم أسبوع واحد فأنت مش هتحط المباراة في النص وإنت عندك سفرية سواء جاي من سفر أو رايح المسافر وده أعطيت لكل الأندية اللي بتتأهل بعد دور التمانية يعني عايزة قاله سؤال الترجل استفاد منها لا اللايحة المصرية أنا بقولها أه دي مصرية اللايحة المصرية طيب ويقولك إيه لا يتم النظر في تأجيل أي مباراة لأي نادي إذا تجاوز عدد اللعبين في المنتخب كذا طيب إذا كنت إنت حطيت اللايحة دي هي المشكلة الكبيرة ما حسرهاش لأنه الزمالك ما تأهلش بعد دور التمانية طب هو هل لما الزمالك كانت أهل للفاينل بتاع الكنفدرالية وفاس بيها طبعت عليه ولا لا هنفكر الأخ التونسي أنه الجدول والدور بيخلص في 2019 آدي كان الدور المصري نتيجة أنه الزمالك كان عنده مؤجلات الأندية لعبت 34 والزمالك الوحيد في الجدول اللي لعب 29 الأندية خلصت الجدول بتاعها 34 مباراة والزمالك كان لسه عنده خمس مباريات مؤجلة لأنه لعب فاينل أفريقيا في الكنفدرالية إذن الميزة اللي الأهلي بيأخدها بقى له أربع مش ميزة هي لأنه لو فيه طرف وديه النقطة اللي غايبة على الناس كلها لو فيه طرف مدار من التأجيلات هو الأهلي طبعا مدار ضرر بين ليه تتأجل مباراة في الأسبوع سيء مثلا من السبعة عشر الأهلي حيلعب مع طلاع الجيش فتتأجل ثلاث مرشاط للأهلي يجي يلعبهم بفاصل زمني يومين والتالت يلعب يومين والتالت يلعب لو رجعتوا لنفس المباريات دي في نفس الأسبوع بتاعها الزمالك أو بيرامز أو الأبئيات الأندية لعبوا المباريات دي بفاصل زمني هتلاقي أسبوع يعني أنت اللي خدت الميزة اللي أنا اتحرمت منها أنت لما لعبت في جدول طبيعي أنت كان عندك أريحية كان عندك أريحية وعندك فواصل زمني كافية جدا لما جبت له أربع خمس ست مطشات مؤجلة أنت اضطرد تأجلهم علشان المواعيد بتاعتك تضربت مع المواعيد سواء في كاس العالم للأندية أو بطولة أفريقيا مشاركة الأهلي في أفريقيا وتأهله للمباراة النهائية للسنة الرابعة على التوالي هي اللي بتحطه في الموقف ده أنه يرجع يلعب ببرايات من المضغوطة وده اللي خلت زمالي خدت دور السنتين اللي فاتوا يعني الآلي فقط من أهم أسباب فقدانه الدور السنتين اللي فاتوا النتاج وده اللي قالها رئيس النادي ورئيس النادي قال لك احنا اخترنا كده نلعب أثناء ما الآلي بيلعب وطبطه الآلي ويرجع الآلي يلعب مضغوط فاحنا استفدنا الآلي النهاردة الزمالي وبقيت الأنديم ريحة بقالها فترة زمالي بيلعب ببطولة عربية دي استثنائية المرادة لا وهو كمان حيعانم الإرهاق خلي باله لكنه لكنه انت النهاردة بتلعب المصري ولعبت الداخلية والمصري مخلص الدور بقاله قد كده ومريح هي دي المشكلة فلو فيه طرف مدار من المؤجلات هو الأهلي إنما تقولي الأهلي بتتزبط له أجندة الأهلي لعب ستين مباراة والزمالك لعب واحد وخمسين مباراة السنة دي فقط أنا بس عايز لفت نظري حاجة هل وجدت أي أحد يتحدث عن أي دور غير الدور المصري أبدا يعني هل حد نخرش فيهم أريحية نادي الوداد أو نادي الترجي أو نادي مش عارف إيه النادي الأهلي بس طب هل أي حد في أي قناة أخرى أو برنامج آخر ناقش أي دور غير الدور المصري أبدا إيه الزهيرة الغريبة دي يبقى دي حاجة طبيعية وش معنى السنتين دول ليه بدأ إلا إذا كان الشغل هنا من مصر أنا بقولك وجبة مسمومة طلع له من هنا إيه الأستاذ عبد الله الكعب اللي كل يوم التاني بيناقش الدور المصري والنادي الآن ويجيب ناس برضو يتكلموا هذا الكلام وبعدين يتكلمك في التليفون يقولك كلامه ساعة المداخلة ما يعملش مداخل أنت حر في انتمائك وتوجهك نحن لا نلقي إليك بالا أصلا يعني ولن تؤثر على شيء غير غير أن المصدقية اللي إحنا كنا حطينها بتتهزل لأنه بدون سبب أن تعمل متبني وجهة نظر والقضية واحدة ولا تتحدث وأعمل تتحدث عن الدور المصري بأي حق تتحدث عن الدور المصري بأي حق وأي هدف أي هدف أستاذ إبراهيم أي حد منهم يتحدث أنا أفهمك ياللي بتلعبني في أفريقيا تكلمني على الأريحية الأفريقية إذا كان لأهلي أو أنت نادي أو بتعرض للمواقف الأفريقية اللي بيني وبينك لما تتيجي وانت راجل أي أن كانت جنسيتك تناقش الدور المصري وتحكم على أداء نادي الأهلي من خلال لوائح دون أن تدري وتنصب كيف يعني مش بس ديت نفسك هذا الحق بيرتاح ضميرك إنك حتى ما تتوسقش مما يقال هذا أصبح أمر غير لائق يعني الحقيقة مش قادرة استوعبه مش قادرة فهمه إذا كانت هناك يا إما ناس زي ما بتقول بتبعطلهم وجبات مسمومة هما بيتناولوها دون أن يشعروا أو ده توجهم هما بصفاتهم برضو الدور المصري ده فيهم الأهلاوي زي ما الكاوي فبيتطوعوا إنما أذكر الحقيقة على الأقل لأن الحقيقة سهل إن إحنا نثبتها عندنا إنما أنت مش سهل تثبت أي كلمة تقول ده كلام في المبدأ مهم جدا طيب السنة الجاية يا جماعة ما إحنا دينا وصلنا للوضع اللي حصل السنة الجاية هيكون أصعب منه لأنه إذا كان اللعب في النادي الأهلي لعب السنة الستين مباراة السنة الجاية عارفين ممكن يوصل لتمانين مباراة الوضع مخيف يعني الحالة البدنية اللي انتوا شفتوها في مباراة الأهلي والمصر النهاردة وحنتكلم على تفاصيلها الفنية لا ولا حاجة أصاد اللي السنة الجاية جاي لأنه السنة الجاية باشماندس فيه تسع بطولات للأهلي تسع بطولات للأهل السنة الجاية فيها أكتر من سبعين مباراة عنده دوري أبطال أفريقيا اللي حيبدأ فيها من دور الاتنين وثلاثين دي لو وفق الأهل إن شاء الله وصل للفاينال زي ما وصل في الأربع سنين الأخيرة هيلعب 14 مباراة في دور الأبطال عنده السوبر الأفريقي مباراة واحدة مع بطل الكنفدرالية اتحاد العاصمة وحتتلعب في السعودية وأغلب الظن حتى الآن الكلام حوالين 12 سبتمبر عنده الدور الأفريقي البطولة الجديدة المستحدثة هيلعب فيها ست مباراة لو كمل للفاينال بإذن الله عنده كاس العالم للأندية في السعودية برضو هذا العام فيها على الأقل ثلاث مباراة خمس بطولات محلية الدوري الممتاز 34 مباراة كاس مصر الحالي عنده مباراة مؤكدة مع إنبي في السيم فاينال ومباراة محتملة مع الفائز من الزمالك وبيرامنت عنده كاس مصر للموسم الجديد دول خمس مباراة عنده السوبر المصري اللي مقرر تعديله بمشاركة أربع فرق يعني الأهل حيلعب فيه مباراتين مش مباراة عنده بطولة الرابطة حل مشاركة الأهل فيها فيها خمس مرشات إذا شارك أو إذا اعتذر زي ما حصل اضطرارا في السنتين الأخيرتين طيب الأهل آخر اختيار لمستر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب واخد 8 أو 9 لعبين من النادي الأهل أليو ديانج بيروح مالي منتخب مالي علي معلول بيروح منتخب تونس بيرستاو بيروح منتخب جنوب أفريقيا والخندوسي طبعا بيروح المنتخب الجزائري وأصغر اللعبين كريستو التونسي بيروح منتخب تونس كلهم لعبة دولية كلهم دوليين مع لعبة الأهلي المنتخب مصر هلعب مع أسيوبيا في الجولة الأخيرة يوم 9 سبتمبر وحيلعب مباراتين رسميتين في نوفمبر دي في مجموعة فتصفيات كاس العالة وبعد كده هيروح بقى للحمل الكبير في أبجان في كاس الأمم الأفريقية في شهر يناير فيها سبع مباريات 82 مباراة للعب الدولي بتاع النادي الأهلي اللي حيختار فيهم للمنتخب وبيلعب مع النادي حيلعب في الموسم اللي جاي 82 مباراة سواء الأهلي سواء مع منتخب مصر أو أبناء أو لعبة النادي الأهلي الأجانب 82 مباراة 24 مباراة في المشاركات الأفريقية للنادي 48 مباراة محلية في الخمس بطولات اللي قلتها لكم 9 مباريات دولية مع المنتخبات عشان يكون هذا الوضع المخيف جدا في الموسم اللي جاي باشموندس وهنا أتوجه تاني وتالت وعاشر ولن نتوقف إلى الاتحاد المصري أنت مستنى إيه عشان تقوليني حتنظم الموسم الجاي إزاي طب الأهلي ريحك إلى حد ما بالاعتزارة عن البطولة العربية والاعتزارة عن بطولة الرابط أي يعني إذا كان ريحك الاعتزارة بطولة النخبط كمان ماشي لأن هل هذا مقبول أنك أنت بدل ما تقلل عدل ما تشطي زودها طيب زودها غير نظام الدوري هتقولي اللي عندها مش موافقة والأهلي رأيه خلي اللي مش موافق يقولك البديل إيه بما فيها الأهلي أنا راجل بتكلم فيه ريح عشان أنا بسمع كده تمال يحدفوه على الأهلي أكده يعني كلام الأهلي ماشي عليهم قوي يعني لأنه مش منطق الأهلي هقولك لعيب 82 مباراة مستحيل يعني أو 80 أو 75 لما وفقش في بعض المباراة المباراة اللي هي النقاوت في كل الأحوال اللعبة دي احنا شفنا خلاص نفسيا وبدنيا مش جادر أشوف قدام مش جادر مش جادر أشوف قدامي الحقيقة ده كان واضح جدا يا جماعة النهاردة في مباراة الأهلي والمصر وأنا ليه بقول لكم لأنه وديت ده نتيجة اللابة بعد الستين مفيش حد هيلعب كورة بعد ستين مباراة وعلى فكرة في سنة واحدة معلش يا سيد ده مش بقاطعة بس أنا بقى رجع على فلاش باك من خمس من خمس ماتشات كولر قال كده قال اللعبة منتهية تماما من حالة التوازن النفسي والبدني وأنا مش قادر أطلب منهم لا يضغطوا على خصم ولا يلعبوا فول باور ولا قادر أقولهم مذاكوا الكورة ويجب أن يكون حاضر وتركزكم يكون حاضر لأنه عارف أنه ده مستحيل ديكم شايفين يعني حتى فكرة يعني دي ضربة الجزاء لحسين الشحات والناس ناقش ضد الرياض الجلاصي اللي شدت الفانيلا واضحة جدا يعني أنا مش عارف هيعيدها الشوارب تاني هتشوف الشدة واضحة جدا ايه يعني الخناء اللي فيها اللي فيها يعني لكن الحقيقة بصوا اللعيبة يعني قطع النفس كله بيجري بالعافية وقندوسي رأى الصرقسة جميلة جدا وتقدم خطوتين وعلى فكرة هو بقاله كل المطشاط اللي بيشارك فيها بيشوت واتلغاله جون أحلى من ده على فكرة احنا جبناه هو هدى في الدورة الجزائري كهي لا هو اتلغاله جون أحلى من ده لتسلل واحد مالوش زم ايه وهو شاط من بره 18 كده عشان اللي بيقول لك كرة النهاردة بتاعة القالة بتاقة اللي داخلت فيه مش تسلل ما اتلغت للقندوسي اه يعني اهم منها ايه واقل وضوح شوف الناس تعبت حتى من المتابعة يعني هشوف شوف هيرقص ازاي يعيني مهارة جامدة جدا اه لو توجيه تناقل الكرة باليمين والشمال اه خدوها بس بصول عدل اه بص ما شاء الله اه مقرأة اه وتوفيق بقى ان ربنا دي بتطلع ده حط واحدة المتش اللي فات مشت فوق العرضة كانت يعني طيب وبرضو مجد افشة بقى انا عايز اقول للناس يعني ان مجد افشة قد لا يبدو هذا في وضوح بقى ايه البهارة بالنسبة للناس لكن مجد افشة لعب بالطريقة اللي كنت من زمان بقول له ما ينفعش ان ادوارك الدفاعات وبقى مش موجودة هانك تبقى سالبة وترجع تتماشي بيؤدي بشكل نموذجي اعتقد انه مش عايبها بعيدا عن المتخب لو ظل الله يؤدي بهذا الاداء طيب اداء الاهل ما بين الشوت الاول والشوت التاني اتغير شوية هنشوف رأي الكابتن وليد صلاح الدين في ايه الكابتن وليد بتشوف مين اللي تفوق على التاني النهاردة كولر ولا علمها اه لا يعني هي متقسمة لاجزاء بالشوت التاني انا شوف ان مستر كولر تفوق جدا لانه قدر يهدي لعيده واللي احنا قلنا بالزبط الحمد لله حصل النادي الاهلي زود نسبة الاستحواز قوي زود الفرص عندنا فرص كتير في الديئة 46 افشا جون في الديئة 61 حسين الشحات جون في الديئة 77 يعني عندنا عدد من الفرص للنادي الاهلي كمان الشوت التالت والرابع النادي الاهلي تفوق فيهم جدا جدا برغم ان فيه غيابات عند النادي الاهلي برغم اصابة خالد عبد الفتاح اللي عملت مشكلة للنادي الاهلي لان محمد هاني اضطر مستر كولر يدخلوا كسردباك ونزل طهر محمد طهر يلعب في مكان مش بتاعه خالص كباكرايت فالدنيا تلغبطت حتى القندوسي لما نزل نزل على حساب ديانج في واحدة من اصابات ديانج ديانج برضو حصل اصابة فبقى اللي بيلعب في نص الملعب مروان وعلى يمينه افشا وعلى شماله القندوسي فالحتة دي لكن الاتنين اللي عيبة حريفة امتلكوا زمام المباراة من وحدة فيها يعني تجانس بين افشا وبين القندوسي راح النادي الاهلي واحرز الهدف التاني لكن في الاخر الاهلي خد اللي هو عايزه النقطة اللي لازم نتوقف امامه استاذ ابراهيم ان اللي بيكلمه على النواقص محمود متولي مصاب محمد عمين عمقوف ياشر مصاب فتضطر تلعب بخالد في مرجس سرد بك اللي بيجيد فيه فيصاب فتلعب بهاني سرد بك ما فيه سرد بكات وتلعب طاهر بك رايد فالناس تبتدي بعض الناس يقول لك الأداء هل احنا متخيلين ان طاهر حيقدر يجي يلعب بكرة فجأة ويؤدي لك الأداء ويقطع ويرفع ويعمل ويشكل خطورة لازم نبقى واحنا موضوعيين يكفي ان هو يسد الحتة دي بالشكل اللي ايه يطلبه منه مصر كولر مش مطلوب منه ابداعات بقى فيه نواخس وفيه اكتر من كده نواخس في خط واحد الدنيا عاملة ازاي البدايل بتتعور وبعدين كولر بيتحرك بقى وبيلعب ينقل غير مركز بيرسي وغير مش عارف ايه بيواجه موقف بيواجه موقف وتقعدين تفاجأ بهدف في وقت قاتل ولكن اللعيب عارفة بالخبرة تعمل ايه شناوي يعني والكولر يلا الكسافة بقى العددين وخبرة ومهارت برضو حسين الشحات انت ما تخشت وترقص وتغير تجاهد جسمك ملعب برضو وعايز يباين انه عنده مهارة النتيجة فيها ضربة جزاء الصحيحة الف في المية وانا لسه ما شفتش التحكيم التحكيم بيقول ايه ولن يجروا احد ان يقولوا ان دي مش ضربة جزاء طيب فنيا دور كولر بقى في المباراة دور اللي عملوا مرس الكولر في مواجهة هذه النواقص وهذا العبء البدن الشديد جدا على العيبة نشوف رأيي كابتن شاد محمد فيه واللي ساعة كولر بشكل كبير جدا من وجهة نظري اللي عنده الوفرة العددية رغم اللي هو عنده قصور في الدفاع وعناصر مهمة جدا مش موجودة لكن عنده وفرة عددية في وسط الملعب وفي الخط الامامي ديته في الوقت اللي المصر بيفقد اللي يقل بدنية فيه بنزل حد بروح جديدة فبمتلك زمام الأمور العيب حسين الشحات استغل خبراته الكبيرة جدا وعشان كده المدير الفني ما غيرهوش عمل جبهات من ممكن كانش فيه تنوع في فكرة اللي أنا روحي بيجيلي فرصة اللي أنا هدف او اللي أنا مثلا أدخل لجوه لبعض الوقت زي اللعبة اللي شرحها كابتن وليد لازم خلاصي قفلت معايا كده اغير من التنوع لكن اللعبة دي لخاصة او لقطة المباراة بالنسبة لي لعيب خرج الخبرات كلها اللي عنده يحول المباراة من فكرة الأهلي ممكن يخرج من الكاس النهاردة ليتواجد عن طريق ضربة الجزاء استغل كل خبراته بشكل عام بشكل عام أنا دايما وأنا بتفرج على المباراة بيبقى فيه حاجات كويسة جدا لازم نقولها اي أنا بحيي مستر كولر على واحد بيقف على الخط بيشتغل بشكل جيد جدا بيقرى المباراة بينزل عناصر ممكن بتديف للنادي الأهلي دايما ويطفق ولي شادي معوليد في أن كولر كان صح صح وصاحي ودائما ما تأتي تغييراته بنتيجة إيجابية فالرجل قاعد مش نايم يعني على الخط وعنده من العيوة البدلاء ليقدر نفذوله الأفكار الموجودة في اللحظات الحسيمة طيب المباراة كانت فيها بعض الحاجات الجدلية في التحكيم قبل ما نبدأ على طول كان الكابت النصر عباس في الاستوديو التحليلي في الأهلي وأكد على صحة ضربة الجزائل الحقيقة يعني واضحة جدا وديكوا شايفين الشدة بتاعة حسين الشحات فإذا كان دا كان رأي الكابت النصر عباس في شاشة الأهلي فماذا كان رأي الكابتن أحمد الشناوي في أونتايم سبورتس نشوفه هنرجع بس هنا يهمني إن اللعيب الذي في موقف تسلل هو بقى بيروح للكور بس نرجع 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 بعد ذلك نرجع نرجع ده متسلل لحظة لعب الكور شوفوه بعد كده بيتحرك نمشي فريم فريم كده نمشي فريم فريم بس نمشي كمان كمان كم نعف نعف اللعيب بينط سيبك من يعني فيه تنين بينط إذا هناك فيه محاولة لعب الكورة ولا عمل حركة لعب الكورة ولا معاملش هنا بقى نقف بس نقف بس ثانية واحدة هنا الحركة اللي هي جاية دي محاولة لعب الكورة اللي بيعملها اللاعب هنا ده مع مين مع الحارس هنا عشان تعقبه تقولش لازم يلمس الكورة لا الكلام دي مالوش ده هنا تدخل مع قصم مش تدخل في لعب إذا النهاردة التسلل هنا موجود وهالقرار صح وبعدين تقنية الفيديو وبعد كابت طلع لنا الخط زي ما انت عتشوفه اللاعب متسلل لحظة لعب الكورة واضحة جدا وبالتالي تدخل وبالتالي هنا بقى هنا هنا راكت الجزاء صحيحة بصوا الماسك بأيا كان بقى لكن ده بص اتنينة كبتش لا التاني بي التاني بي فيه فرق بإننا التحمات بالإيد ما فيهش ماسك بتاعت حسين وده بيشهد هو ساب يعني حسين ساب كبتن كبتن بس اتكلم وانت عقبه هناك فرق ببين الالتحمات بالزراع التنافس وفرق بين الماسك التنافس بالزراعات والحاجات دي كلها ده متاح لكن ما فعله لاعب المصري انه مسك هنا بقى علي ماهر اداله انذار حضر اداله انذار وبعدين بعد الانذار لما شاط الشكل ده طردوا وعنشوفوا دلوقتي في المدرج الشي اللي هو الغريب والغير ما ينفعش انه ده أصبح زي اللعيب اللعيب اللي يطرد مش هننزل الملعب تاني فنزل تاني ويدي اللعيب طبعا انا متكلم فينا الحاكم الرابع يعني انا حاجة ماليش دعم موقف علي مارل مش عارفة فهمه قوي يعني يعني اه عايز يعمل حاجة وي تكتب له اضافة الى تاريخه يعني قد يكون مفهوم يعني بس هو تاريخه ده ما بيضافلوش إلا مع الاهلي يعني هو مدرب في مطشط الاهلي بيجيد المدرب اللي عنده هذه القوى الزهنية والقدرات الفنية اللي يقدر باستمرار يعمل مطشط كويسة مع الاهلي ده شي هايل ان انت بتختبر في مستوى تنافسي عالي مع الاهلي بصراحة الرجل بيجيد وبقد هايل بس اذا كان عندك هذه القدرات الزهنية وهذه الكفاءة التدريبية ده مطلوب يا كابتن يكون موجود في كل المباريات لان احنا ساعتها يبقى عندنا مدرب كبير هو مؤكد بيحاول عمله بس بمشع عن الانفعال ده يعني معاي خرار حتى لما بيتحصل وقرارات أخرى في حاجة طبعا المهم يعني الغريب ان هو اضطرد فليزن الملعب تاني يشتغل هو ده يعني كيف يشارك من على الخط مرة أخرى يعني هو قالك فين الحكم الرابع اتزاد يعني انت في المدرب نزالت يعني ما بقاش حد يحترم القرار يعني نتيجة النكاة تعال طول مفوت بتفوت لناس وتتشدد مع ناس تاني صحيح يعني تحكيري اللي حسب حسام البدري على البصة وحسب على العشور على وهو خارج بعد المش يشعر بيبص بيعمل كده بيده يسيب مطروض ينزل ملعب يشتغل تاني ويسيب مطروض ياخد نزريلي يكمل الماتش ويسيب مطروض كل ده ده من الاهلي بس الحقيقة رأي الكابتن الشناوي ورأي الكابتن ناصر عباس اتفى معهم الكابتن جهاد جريشا اللي اكد على انه هدف المصري في الاهلي تسلل واضح وانه ركلة الجزاء الشحات كانت صحيحة جدا وقال انه في خطأ كان واضح جدا من الشد لفانيلة حسين الشحات ده بالنسبة للاخطاء التحكمية في هذه المباراة الختمية الحقيقة لانه المباراة اللي ختم بيها هذا الموسم الصعب جدا والشاق قوي وشفنا نتيجة هذا اللعب بعد الستين قد ايه كانت مسألة صعبة جدا هي بس انا عايز اقول للتعليق اه الدراما اللي موجودة في ماتشات الكاست في تالت ماتش رابع ماتش عالتوالي بينما بالمصري هي فعلا غريبة الماتش بقى مليق بالاحداث وان الكل عيني ما المصري يصار وقدر يكسب ماتش تجد الاهل يقلب الطاولة بسيناريو كان ممكن يحصل بليها بربع ساعة ما يبقاش فيها الدرابة دي كلها انما هي بقى الامور بتحطك تملي عشان الناس تفضل متوترة مشحونة الاهلي هنا يأخذ حقه ولا يعتقدي على حق احد ولكن لا داعي للتجاوز وحق الاهل ده كلام مهم هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف اميلي تمسك من عظم التسالي اعلم بحضرتكم من جديد ما تخافش على الاهل علشان اللي انتو هتشوفوه لعيبة بتمشي من الاهل شوفوها ماشية ازاي المهندس عادل استهل الحلقة انه شركة الكورة مع الكابت محمود الخطيب بيوجهوا الشكر للعيبة اللي بتمشي من الاهل وبينتو ان هم ينظموا احتفاقية تكريم وشكر ليهم تقديرا للعطاءهم واخلاصهم للنادي وانه ازا كانت الظروف حكمت والقايمة فرضت ان انت لازم يكون عندك 30 بس فبالعكس انت بتستغنى عن عدد من ولادك وانت متضايق ان انت بتفرط فيهم عشان كده هنشوف كلام كثير ب بعضمة لسانه ابدا لن يغيب لعبت الاهل او ولاده حتى كانوا هيغيبوا لكن الاهل جواهم مش هيغيب وما فيش ادل على اللي انتو هتسمعوه محمد محمود واحد من اللعبة الموهوبة الاهل جابه تقريبا من ودي دجلة اه كان من ودي دجلة الاسوأ حظا في تاريخ الكرة المصرية اه فانتو متخيلين ولد صغير بالموهبة دي يدوب لعب مطش الناس بسط عليه فجأة جالوا رباط صديبي في تلت ساعة شمه وما ويبته وعرفوها جالوا رباط صديبي غاب سنة كافح وتعب ولما رجع اول محط رجله بدأ يلعب جالوا رباط صديبي تاني في الرجل التانية عشان يغيب الفترة دي كلها والاهل يعيروا علشان املا في انه يستعيد مستواه لكن اقتضت الضرورة ان انت السنة دي مش هتقدر تحافظ على اعارته لانه كمان حتى التحاد الكرة ستكتر عليك فكرة الاعارة وراح محدد سبع لعيبة معاريم فقط عشان تكون مضطر تسيب محمد محمود اللي حقيقة حاجة واحدة زعلته نشوف هي ايه زعلان اه زعلان الصراحة ليه كنت زعلان ان انا عايز يعني الناد الاهلي طبعا خيروا علي ومساندني كتير وواقف جنبي كتير فانا زعلان ان انا ملحقتش حتى ارد الجميل حتى والبي الله يرحمه يعني ابنا يرحمه يحسن إليه ابنا يرحم الجميل كان بيقول لي قبل ما يتوفى ان لازم نرد الجميل للاهلي وللكابتن خطيب نعم انا ملحقتش يا كابتن ارد جميل حتى مش عارف جات ازاي بس يعني كان نفسي بجادة يعني ارد للنادي الاهلي حاجة من اللي كانوا بيعملوا معايا انا مجد النادي وقف جنبي كتير قوي اه اعدت اظن ما فيش نادي بيستحمل حد فترة زي دي يعني ممكن ادي مثلا صغير كده كابتن اللي هو مثلا ام مثلا زي مثلا في حضنة ابنها بتردعه مثلا فلو الولد عارف انه لما هيكبر كده كده عارف ان ده ده امه ودي نعم ده كل ده هي مش تقدر تقوله مثلا انت انا ردعتك وخلاص روح بقى انت اه شوف حياتك وجده بس انا يعني زي المسل ده اللي هو هو عارف ان كده كده امه ربته ردعته وكبرته فكان حابب بس يشيلها بقى الفترة دي انا كان نفسي بجد اشيل النادي الاهلي وده كان حلم من احلامي انا بجد بجد يا كابتن بحب النادي الاهلي اوها كابتن واضح وما كانش كنت اخيلي خالص ان انا بجد امشي بالسرعة دي لان كنت عارف الغلاوة هناك كنت عاملة ازاي غلوتك اه غلوتي انا نعم وان شاء الله اوعد ان في السنة الجاية ان شاء الله في اختلاف كبير طيب يعني انا قلت لكم ان الراجل ده من اكتر الناس اللي الجماهير تعلقت به دخوله وطق الجميلة اللي بيشعهاه وبتكلم حبه اللي تجربته مع الاهلي سوق بخته النادر موهبته اللافتة من اول لمساته تعاطف الناس معاه انه عايزينه يرجع بسرعة تاني لكن انك تقعد سنتين موت تالي تعرف لو كان بينهم حتى مدة بينية يعني لو الاصابة دي وبينها وبين الاصابة دي تلت سنين ولا حاجة ناس كتير جات لهم اتنين صليمي بس لحوا يلعبوا واستردوا نفسهم مش وراء بعضوا كده يعني لضمة المواسم فأثرت حتى انه هو انه يقدر يستفيد من التمريض ازاي ويقدر يرجع ازاي ويقدر ركز ازاي ويقدر اخدت منه يعني او حتى هو ابتدى شوية يبان انه خس وانه ابتدى محتاج مواسم اكتر او موسم تاني فكرة تكريمهم لأ الكابت الخطيب متبنيها ومتلقفها وانحن طبعا عارفين اهميتها و اهم بقى من طبعا التكريم دا حيحصل لكن اهم من كده ان احنا عايزين نشوفهم في احلى صورة فنية مع الانديالل هيروحو أحلى صورة فنية شوفوا الكلام المهم ده الحياة ده الكلام الأبوي اللي بيتكلم المهندس عدلي اللعبة دي اللي يرجع منه مرتبط بيهم أكتر الناس هنبقى سعداء اللي ما عادش مرتبط بحق استعادتهم ولكن بروح الأب أكتر منه كبان المسؤول السعادة هتكون كبيرة أنه ولادنا دول كبان الأندية اللي انت قالوا لها ينجحوا ويفيدوا أنديتهم ويروحوا المنتخب كمان لكن اتقال أصنع محمد محمود زعلان وهنا أنا عايز أقول حاجة لأنه أكتر من حد تكلمني أنه في الإزاعة أعتقد أحمد خيري صديقك العزيز اللي أستاذ طه الخطيب وده رجل فلسطيني مصري ما بيسيبش الراديو همسة فزعلان جدا قال لي فيه أحمد خيري في برنامج إزاع الصبح سيبنا من أن الرجل زمال كاوي أو 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 هو حر في انتماؤه لكنه يكون مكسف المسألة في الترويج أنه محمد محمود عنده مشكلة لأنه قال إيه اكتشف أنه الأهل حطط له ورقة في النص في العقد مضى عليها من غير ما يبقى عارف هي فيها إيه بصوا فكرة التشويه للأهل وصلها لفين أن الأهل هيخدع لاعب ويحطوا الورقة في النص يمضي عليها فيقولك اكتشف أنه الورقة دي هتأسقطت حقه في المطالبة بأي فلوس تمتخيلين الكلام ده يتقال على الأهل الأهل اللي عايز يكرم اللعيب لما يمشي هيدحك عليه ويزيقل ورقة في النص الكلام ده يتقال في برنامج في الإزاعة في إزاعة مصرية فيطلع محمد محمود يوضح حقيقة الورقة اللي ادحك عليه بيها نسمعه تردد أنه انت مضيت على بياض ولقيت في حاجات داخل العقد أنت تخضيت فيها هل الكلام ده صحيح يعني لك فلوس أو لك مستحقات أو لك حاجة أنت ما أخدتهاش لا أنا أجبت أني أنا مضيت على بياض برضو سؤالي لك مستحقات ما أخدتهاش لا لا خالص يعني كل ما يتردد أنك فجئت بموضوع أنه أنا كنت مضي على حاجات ولقيت مليش مستحقات والنادي الأهلي أخد مني فلوس لا 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 خالص خالص لا خالص النادي قدرها محترمة وقدرها ما شفتش منها غير كل خير اللي بيخرج من النادي لما نادي بيستغنى على اللعيب دايما بيطلع منفعل وغاضب يعني مش شايفك منفعل على النادي الأهلي يعني أنا كابتن بجد أنا ما شفتش غير كل خير في النادي الأهلي فعلا دي حقيقة النادي وقف جنبي كتير في إصاباتي ما كانوش حطيني تحت أي سرس تحت أي ضغط خالص خالص أصد ده كلام ما يتقلش في الأهلي يعني كلام ما يتقلش في الأهلي وعني النادي الأهلي لأن كل الناس اللي طلعت ما حدش أتكلم النادي اللي يعالج جيلبرتو ها على حسابه هو مصف المنتخب أنجولا ويبعثوا مرتين ويتحملوا وجيلبرتو يشلوا الجميل أنه ما يقولون ما ما يستدعوه للمنتخب بعد بخاف اتفعوا للأهلي الفلوس اللي صرفه عشان أجل عب عشان أنتوا بأي حق بتطلبوني وأنتوا ما عالجتونيش والأهلي عالجني وبعدين النهاردة أرجع المنتخب من غير الأهلي ما ياخد حقه اللي صرفوا علي هو ده نادي يتقلو أنت بت وأنا عندي وقعتين الحقيقة كابتن حسين أمين كان معار لأحد الأندية وأصيب برضو صابه في الرجبة ومتعليكش والأهلي عالجه وهو بره والأهلي ما كانش رجعه لأنه كان بره القيمة وكابتن أحمد علي نفس الشيء أحمد علي أحمد علي بتاع المنصورة الأهل بتاع المنصورة أنا بديك الناس تقدر تسألها هل الله يتخلى عن العلاجك ولا لا فأنا يعني بإذن الله يكون ذاكرتي لا صح سعفان يعني طيب ده محمد محمود وامتنانه وشكره للأهلي وأنه ما لهش أي فلوس وبالعكس الإدارة كانت محترمة جدا معاه وهو سعيد بالتقدير اللي لقاه طب علي لطفي الحارس الحيال للرجل في كل مرة الأهل يحتاجوا فيها كان فعلا عنده شخصية الأهل وعنده كفاءة عالية جدا لكن زي ما أنتوا شايفين برضو الأصغر منه كبروا يعني أنت مصطفى شبير الراجل خاد فرصة في فاينال أفريقيا فكان ما شاء الله عليه حمزة علاء خاد مع المنتخب اللي لوم بخاد أحسن حارس في أفريقيا في السن الأولمبي مصطفى مخلوف ما شاء الله واحد من القادمين بقوة جدا إن شاء الله فأنت عندك الولاد الصغيرين كبروا طب علي لطفي موجود ياخد فرصة وينتقل ويلعب لأنه كمان هيكون دعمة قوية للمنتخب إن شاء الله علي لطفي عبر عن موقفه من الأهل لحظة الرحيل نشوف صعبة الرحيل من الأهلي أكيد أكيد طبعا يعني أنت أنا قضيت ست سنين في داخل نادي الأهلي الحمد لله عبدناهم شكل كويس وحققنا بطلات كتير في النادي والعيشة طبعا العيشة ست سنين فالموضوع كان صعب بالنسبة لي أنت حالة خاصة مع كابتن محمود الخطيب بإيس سبب أولا طبعا بحب أشكر كابتن محمود الخطيب والإدارة أنهم أدوني الفرصة اللي أنا أكون موجود أساسا في داخل نادي الأهلي وبشكرهم وعالفترة ده أنا قضيتها كان من أحلس سنين وعمري في الكورة قضيتهم في داخل نادي الأهلي فأنا بشكره جدا طبعا عالفترة ده اللي كنت موجود فيه استقبال الجمهور لك في لحظة الوداع والإشادة الكبيرة جدا بيك رغم أن أنت لعبت على فترات بس عمرك ما جزلتهم الحقيقة وهم كمان يعني مظاهرة حب كبيرة جدا والله يا كابتن أنا بعد آخر يوم في النادي روحت وكنت بشوف الناس كانت بتبعاتلي لدرجة أن الناس كانت بتبعاتلي على البيت يعني هي تقالي جوابات بجيالي على البيت وبكي ورد ومن الجماهير فاتفاجئت جدا والله واشكرهم طبعا الحب ده اتفاجئت بحبهم لي بعد ما طلعت من النادي وكان برضو هما كانوا بيدعموني كتير جدا داخل النادي في المطشط صعبة جدا كنت بتواجه كنت بتبسل جدا باللحظة دي هي كانت لحظة صعبة بالنسبالي يعني كان آخر يوم في النادي دو كان يوم صعب بالنسبالي اللي أنا أسيري النادي اللي أنا قضيت في أحلى ست سنين في الكورة في عمري وحققنا بطلات وكمان كان شيء صعب جدا لأنا حفارق زمالي اللي أنا كنت بشوفهم أكتر من أهلي ومن أولادي يعني وموري الأهلي ما سلت إيه؟ لأ جموري الأهلي هو الرقم واحد داخل النادي الأهلي يعني كل أي لعيد في النادي الأهلي عارف كده كويس إن الجمهوري الأهلي على طول في ظهر اللعيبة بتاعته طبعا بشكره جدا على الفترة دي أنا كنت موجود فيها داخل النادي ودعيني كتير جدا فأنا بشكرهم طبعا وبتمنى للنادي التوفير للفترة اللي جاء كلام محترم كلام بيدل على إنه الراجب أشافش كل خير في النادي الأهلي وما تقدرش أولي كلام ده وإنت طالع مظلوب أيو لأنت حس ما يقولوش غير واحد حاسس إنه خد كل الاهتمام والرعاية والحب والحقوق الحقوق كاملة وكمان هو مش ماشي لأسباب فنية ده خارج وفي عز تقلقه ده خارج والناس بتقول إيه ده يا علي بسم الله ما شاء الله عليك إذن هو خارج جزء كبير من القرار لمصلحته وبرضو لاستراتيجية فكرة مثلا لو عندك تلات دلوقتي في خمس حراس مارمة منهم تلاتة صغيرين تحت السن واحد منهم تحت السن ما عندناش فيه مشكلة اللي هو مخلوف مخلوف ده يبقى حاجة حلوة برضا ففيه قرار أحيانا والفرقة بتواجه قرارات جديدة في الإعارة وفي القيد وفي العمل كبير بتاخد قرار صعب عليك أنت كما سقول طبعا قرار مش سهل أنك سيب واحد زعالي لطفي ولا سعد سمير إنه ما يرجع عليكش مش قرارات سهلة إطلاقا ولا أنك محمد محمود ما تدلوش فطرة عارة تانية عشان يلحق يسترد نفسه بس السنين بتعدي فأنت أحيانا تأخد قرارات بتبقى بقدر ما هي بتدقي لعب الدايق ولا أي من أشرف محدش يتخيل الكلام ده أنت بقدر ما هي بتبقى بتدقي اللعيب وأحيانا بيخرج لأنه مش عايز يسيب النادي لأهل مين يسيب النادي لأهل بتدقي لإدارة وبيبقى قرارات مؤلمة لكن المصلحة الأشمل لكل الناس بما فيها اللاعب إنه هو ده وبعد شواء اللاعب ما بيفوق لنفسه كده بيحس إن ده كان لصالحه يعني فبيكون ردود أفعاله وكلامه بالإسلوب ده طيب الآله غاب عن البطولة العربية واعتذر عن عدم المشاركة فيها لأسباب تتعلق بإراحة الفري في الموسم اللي جاي وإن أنت وصلت المرحلة بعد الستين مباراة ما ينفعش تريح ما ينفعش اللعيبة ما تريحش للموسم اللي جاي إنما الحقيقة أحد الزمن فهو ده مش خارط صعب من ضمن خارط الصعب طبعا بطولة أدي جوازها ولكنت تملك تلعبها مش كنت هتلعبها طبعا نجوب بقى الرأي السعودي في غياب الآل وتأثير الآل عن البطولة إيه إيه من الحل الفنية الزمالك مو في أفضل حالات ويعاني ويعانى كثير في الدوري حتى نفسيا بالتفوق تكاسح لتعرف أنت الديربي المصري تكتشاح الأهلي السوبر وإن أنت تقابل الأهلي مع الزمالك ثلاث مرات كلها انتصارات للأهلي حتى على مستوى الفيقي من بعد القاضية ممكن اللي كان السوبر الفيقي الزمالك ما لها أي حضور فيه على مستوى القارة الفيقية ويخرج موسميا من الأدوار التمهيدية الزمالك ما عدى ذاك الاسم على مستوى القارة الحضور الطاغي للأهلي هذا أثر كتير حتى دارت أن المباراة السوبر المصري الأخير الزمالك انسحب انسحب من المباراة بعذر يعني ليش ما وقفتوا كهرباء لكن الصحيح انه منسحب لانهم عارفين انهم ممكن يواجهون كارثة في المباراة وكانوا بحثوا عن الحل الأسلم نعم وسموها بطولة الكبهية حتى بدليل لما رجعوا واجهوا الأهلي في الدوري طبعا ما يقدروا انسحبون هنا خسروا بابعة هو فيه جزء في الكلام يعني الخاص بان الأهلي يضيف ايه ويعمل ايه اللي خص الأهلي أنا هعلق عليه ان الناس شايف حجم الأهلي وربما يفتقدوا الأهلي في هذه البطولة يعني وجوده كان حيطفي جماهيرية وزخم للبطولة مؤكد لكن احنا قلنا ده القرار الصعب اللي خدوا النادي الأهلي مع هذا الغياب عن البطولة العربية انما الحقيقة الرأي العربي في الأهلي مغبش اذا كان هذا هو الرأي السعودي فماذا عن الكروان الإماراتي يعقوب السعدي في رؤيته للأهلي اي مشجع لأي فريق في العالم ان سألته عن اسم فريقه يجيبك كذا لكن الاهلاوي بالذات ان سألته عن اسم فريقه يتعجب ألا تكفيه اجابة أهلاوي من يحب الفارس المصري والأحمر يجيب ان ان سألته طبعا أهلاوي وكأن جمهور الاهلي في مصر وفي الوطن العربي يؤمن ان الاصل ان تكون اهلاويا هكذا الاهلي وهكذا جمهوره وهكذا كل ما ينتمي اليه كادوا من فرط حماسهم ان يتحول لون العشب الاخضر في الملعب تحت الاقدام المشتعلة للون الاحمر مثل كل القصص الاسطورية نسج الاهلي قصته من بطولات وانتصارات وانجازات مثل كل هذه القصص الاسطورية من يطل من نافذة الاهلي خالد على مر السنوات في اول الحكاية او في الوسط او حتى في منتهاها لا يبدو الاهلي بحاجة الى تلك البروتوكولات الحكاية طالما فيها الاهلي تبدأ منه وعنده الاهلي في مصر اكبر من فريق ومن بطولة ومن اهداف لقد سمعته في بيوت اسر مصرية بسيطة يدوي من النوافذ معلنا ان للفرحة هتاف اعرف بعض الناس في مصر يعنيهم اولا ان يفوز الاهلي ولا يهم ما يحدث لهم يكفيهم ان يحتضنوا الفرحة والتيشيرت الاحمر وما فاتهم في الواقع ستعوضه الاحلام الاهلي اكبر واجمل من كل الكلام جملة والله اتخطفت كده ربما ناس كتير ماخدتش بالا منه هماني في كل ده عندما قال وكأن جمهور الاهلي وفي الوطن العربي عشان الناس تعرف انه يتحدث عن جمهور الاهلي في الوطن العربي كما يتحدث عن زخم جمهور الاهلي في مصر طيب يؤمن ان في الاصل ان تكون اهلوي وفي الوطن العربي هذا الرأي الاماراتي بعد الرأي السعودي فماذا عن الرأي التونسي والزميل عبد الباقي مسعود اليوم الناس يكون تحكي على ثقافة نادي الاهل يقولك الاهلي ثقافة ثقافة هادسة عبد الباقي شفناها في الميداد شفناها في الملاعبية شفناها في الإثار الفني شفناها في الفرحة شفناها في الرئيس شفناها في كل التفاصيل في البروتوكول في كل شيء لم يكن أحد يقرر الثقافة للمصري في تونس كان نتواضعه شوية ما يسيرش نمشي ونشوف الأهلي ونتفرج على النادي الأهلي ونشوف شنو ما لديه كبنية شعنده كأتي دو ترافاي كيفاش قاعد يختم كيفاش إدارته كيفاش هيئته كيفاش مجلس الإدارة كيفاش واحد نتفرج يوم دي نقول لك حاجة مش العلم مش الأهلي مش الأهلي الأهلي جاوز كل الحدود في مصر وفي العالم العربي وفي أفريقيا ثم ثقافة عميقة جدا في المسألة هذه وثم احترام كبير راه وقت اللي يقف محمود الختيب وكيفاش الاعتداد بمجد الأهلي مش بنفسه وعمره محسس حد انه هو كان ملاعبي ولا عمره متدخل في اختيارات فنية يستحيل باش معناها قولك حاجة سيد عبد الحفيظة اللي هو مدير الكورة يعنذو سنوات مدير في الأهلي المصري باش يقابل محمود الختيب ياخو موعد ياخو موعد لانه مش نتقابلوا ونخدموا مش مش ننبه يجي يا رئيس نحوالك سفاة يعملوا هكا احنا في تول ساكي يقول وينك يا رئيس سفاة وينك يا رئيس مدير الكورة يوسف ياخذ موعد باش يقابل الختيب ويحدد الموعد بالمدة الزمانية يمتعه باش يدوم ساعة او ساعة غير بوعة او نص ساعة وش هو الموضوع وش هو الموضوع يخص الأهل صحيح ولو انه احنا سي عبدالبيق ناخذ عليه كلمة ولو انه في تونس هذا محمود الختيب الاكتر تتويجا على مستوى القارة الافريقية بنادي الأهلي يعامل النادي الأهلي كمؤسسة احنا المسؤولين امتعنا نسبة تسعة وتسعين بالمئة يعاملوا الانديا كملك خاص تلت كلمات ثقافة الكل يحكي عن ثقافة النادي الأهلي وسرد الأمثلة الكل يعمل من أجل التمجيد في الأهلي وليس التمجيد لشخصه ضرب المسأل برئيس النادي وكل من يعمل في النادي اللي هو الآلي فوق الجميع بطريقة أخرى اي وعمره متحدث عن نفسه كلاعب المؤسسة ثم الخطيب يتعامل مع النادي بعمل مؤسسي وليس ملكية خاصة كغيري في بعض الأندية ثلاث كلمات تلخص لك نظرتهم للنادي الآلي ولتفوق النادي الآلي وأسبابه مش اللي يقول لك طيب أريحية مش أريحية إشادة سعودية واعتزاز إماراتي وتأدير تونسي واعتراف عراقي والمراضي من الكابتن ميسام عادل فيديو أنا هفكرك بفيديو يقدروا جاهزوه برضو عشان تروح لإيه أمين الشرميتي المغربي لا المغربي بقى ترجع بقى للفيديو بتاع طيب ما تخلينا نشوف في السياق ده نفسه إيه اللي هو هقول لك أنا حالا تعيز محمد شبانة أيوة اللي هو بتحدث على طيب خلينا أوريلك الأول بس أمين الشرميتي النجم التونسي الحقيقة هو بيتكلم على قيمة الأهل كنادي وإحنا هنا يا جماعة مهتمين في الفقرة دي بهذا الإطلالة العربية عشان تشوفوا هذه النوعيات حجم تقديرها للنادي الأهل على ذكر البطولة العربية المقامة حاليا نشوف النجم التونسي أمين الشرميتي لما تسأل من زميل كريم رمزي عن الأهل ألي كنت واحد من أفضل المهاجمين العرب هل النادي الأهل فوضك للانضمام للفريق والله الحقيقة كانت في عديد العروض لكن تعرف لعب خاصة نحن في تونس كان دايما حلنا هو يروح لأوروبا عشان تجربة أوروبية لكن دايما يعنيش أي لاعب عربي يتمنى أنه يتقمص زي نادي الأهلي خاصة أنه نحن نعرف يعني كلاعبين ممكن علاقة ونعرف الأجواء الداخلية الأندية يعتبر نادي الأهلي يعني نادي أوروبي موجود في أفريقيا حصنا عنده إدارة مجلس إدارة كبيرة مجلس إدارة محتام ناس محترفة بيأتم معنى الكلمة نادي اللي تاريخه يحكي عليها مش أمين شرميتي باش اللي يقلل في اسم نادي الأهلي ولا طيب أمين شرميتي باش قال لك ده نادي أوروبي آه يعني بيقول له كريم رمز الأهلي فوضك قال له مين ما يتمناش إن الأهلي يفوضه الأهلي نادي أوروبي حقيقي طيب مين اتفق معاه في الرأي ده بقى شوف شبانة جاب مين الحياة ودي مسألة لها علاقة بقى بالأحدث الصفقات شوفوا لما الأهلي يجيب رضا سليم الجناح المغربي أو نصر الأطلس اللي هبط على قلعة البطولات أو قلعة النسور محمد شبانة استعرض إيه الوصايا اللي قالها مدرب الجيش الملكي وهو راجل تونسي النايبي لرضا سليم نشوفه هذا التصريح بيأكد على مكانة النادي الأهلي المدير الفني بتاع الجيش الملكي الكابتن نصر الدين النابي قال إيه قال رسالة لرضا سليم يجب أن يعرف أن النجاح في النادي الأهلي صعب مهما كان مستواك لأنك مع لعبين كبار أصحاب ثقافة كبيرة جدا يجب أن تكون متواضع أمام تاريخ الأحمر لو لم تفهم طبيعة النادي الأهلي حظوظ حظوظ النجاح ستقل يعني عايز يقول رضا سليم تواضع بمعنى إيه أن أنت مش راح لعيب أكبر من لعبة اللي موجودة فلازم تنصا لتعليمات المدير الفني تسعى لتطوير أدائك تسعى أن تمرينك تبقى جد جدا تشتغل طول الوقت على نفسك لأنك ترحب ترحب في مكان بلعب في برسيتاو بلعب في حسين الشحات بلعب في طاهر بلعب في أحمد عبدالقادر كهربا كل دي لعبة كبيرة ولعبة نجوم وأبطال أفريقيا يعني كده كده أبطال أفريقيا وراحوا كسعالم وقص للسيمي فينال فهم محققين الطارجت كله بتاع النادي الأهلي فانتراح تكمل معاهم مشوار نجاح وعشان تبقى مؤسر وعشان تحجز لنفسك ما كان دي مسألة مش سهلة المدرب بيقوله المدير الفني بيقوله جوما النادي الأهلي عشان كده لازم تكون متوضع قدام تاريخي الأهلي ولازم تفهم طبيعة النادي الأهلي ايه طبيعة النادي الأهلي طبيعة النادي الأهلي الالتزام المبادئ المجهود الشغل الدائم الأخلاق الطموح الروح كل دي صفات بيتحلى بها النادي الأهلي أنا اهتمامي بأنني أسمع عايزة الكلام نعم أن هذه النصائح بتعكس حجم التقدير والنظرة الصديقة التي يراها مدرب تونسي يدرب نادي بطل الدول المغربي للاعب مغربي ينتقل النادي الأهلي قال له لا يا حبيبي تواضع أنت رأيت تنافس مع مجموعة من نجوم هو الأهلي هنا لا يكدس ولكن يتحسب لموسم قاتل جاي فالقيمة التنافسية بتاعت اللعيبة هي اللي هتوجد لكل واحد بكانته مش كل نجم يقدر يجي يتعامل كنجم أو النجم مهما كان قدره سيضيف إلى الأهلي بس سيضاف إليه كثيرا سواء من زميله أو من اسم النادي أو من نظامه أو من عراقته هذه أمور إحنا لن نخترعها ولا نختلقها هكذا يرانا الآخرون فماذا عن كبار النجوم واحد من أساطير الكرة العربية بل أسطورة تونس الكبيرة الكابتن طارق دياب أعتقد لما يكون الكلام من حد بقيمة ورؤية طارق دياب يبقى كلام مهم طبيعي هو ريال مدريد إفريقيا لا ننسى من نادي الأهلي أولا قبل ما يكون نادي مؤسسة مؤسسة كبيرة مؤسسة كبيرة ومدرسة كوروية وتاريخ عريق ليس بيكون القدم في رياضات الكل المصرية ولهذا فريق احتذبه فريق قدوة بالنسبة للفرق الكل العربية والإفريقية تتوجهات هذه من جات من الصدفة تتوجهات هذه جات من عمل كبير من متواصل بين الأجيال والتواصل بين الأجيال مسهل لأن هناك تعاقب المسؤولين والرؤساء هناك تعاقب اللاعبين ورغم هذا الأهلي ما زال مسيطرة على الكورة العربية وخصا الكورة الأفريقية وهذا ليس بالسهل مش عمل متع يوم أو يومين عمل متع سنين لأننا نقول نادي نحن خلطنا على رئيس صالح سليم يعني صالح سليم من أفضل الرؤساء اللي عاشر يقوله أفضل رئيس كبير طرق يقوله أفضل رئيس في تاريخ صحيح صحيح هو وبالحال زملائه قبل رئيس هذا أنه قد مخدمات كبيرة لنادي الأهلي ووضعوا الفريق هذا على السك واليوم ما زالت ما زالوا الرؤساء يكون ماشيين على السك هذا لأن قارية الطريق حضروها ناس خدموا الفريق هذا وناس عطاهم للفريق هذا وإذا وصلوا للفريق هذا إلى المستوى هذا لأن هناك عمل قاعدي والفريق هذا يبني على أصوص صحيحة والفريق لما يبني على أصوص صحيحة لا تخاف عليه لهذا الفريق نقول فريق عريق فريق مدرسة مؤسة كبيرة كما أقول أكبر من فريق قدم ولهذا نقول فخر الكرة المصرية النادي الأهلي يعني مطار الدياب يقول طبيعي الأهلي هو ريال مدريد أفريقيا في إشارة أن النادي أوروبي ويتطفق تماما مع مقاله الشرميتي لما سوئ قال لهم أي لعيب هنا بيتمنى يلعب في أوروبا ولكنه أيضا يتمنى يلعب في النادي الأهلي لأنه لا يقل عن الأندية الأوروبية هذا حلم أيضا للعيبين يأتي طارد ياب هذا الأسطورة أنت ما تتكلم في دول السلط طارد ياب الذي وصل ونكون وزيرا للشباب هناك وكلمته بمزان مش بيرغي كتير يعني ولا بيقول أي كلام فيقولك تتعاقب عليه الرؤوسان من أيام صالح سليم العظيم ولكن ما زال الأهلي يسيطر وماشى على الدرب وبهذا الإسلوب وبعدين يقولك لأن الأهلي مدرسة ومؤسسة كبيرة أكبر من كونها فريق قرة قدم لقول الكرة المصرية هي النادي الأهلي هكذا يروا وهذا الربط هذا كلامه مش كلامنا ولكن نحن نقولك الكرة المصرية والنادي الآهلي والنادي الزمالك والنادي الإسماعيل ونادي ولكن نحن نشوف هذه هي قيمة الأهلي ولكن يتحدث عن الندال الإحساسي اللي بيوصل لهم من خلال الاحتكاك مع النادي الآهلي النادي الآهلي مع الأندية المصرية صنعوا تاريخا نحن لا نقلم الأخرين ولكن لن نسمى لأحد أن يقلل من النادي الآهلي وكفية اللي قاله المعلق الجزائري حافيز دراجي نشوف سيد القارة الإفريقية مجددا أنه كان سيدها من زمان تسيدها أحد عشر مرة في مسابقة دوري أبطال الإفريقية وفي كأس السوبر توجد بارح الأهلي بجدارة واستحقات بعد تعادل واحد واحد في مباراة العودة وفوز في رقاطها بهدفين قبل هدف واحد أمان فريق محترم جدا فريق قوي جدا ولكن هذه المرة كان في مواجهة فريق ثقافة فوز وعنده تقاليد وعنده خبرة وتجربة مهما كانت الأسماء التي تلعب ومهما كان المدر الذي يشرف على الأهل المصري ومهما كان اسم رئيس النادي أو المسيرين يعني ثقافة موجودة يكبر عليها النشأ في الأهل يكبر عليها كل واحد يكبر في كيانة اسم الأهل المصري بارح الموعد كان مع لقب الحدي عشر الثالث في أربع مواسم أخيرة معناها أنه أو للناس سيطرين على الكورة الأفريقية أو معنا الأقل أو بالأحرى مستثمرين في ثقافة لعبيهم وجماهيرهم وجماهيرهم ثقافة الفوز بالمقبل القانور الغالين ودور الأفريقية خريطة جديدة ولكن هذه الخريطة البقعة التي لا تتغير فيها هي الأهل المصري برصيده بتاريخه بجماهيره بلعبيه المتميزين بضغوطات بما في ذلك الضغوطات المفروضة عليه سواء كان التماهيرية أو إعلامية وهذه الضغوطات التي تقويه عكس بعض الأنديال اللي ممكن تأثر عليها عكس مثلا البيداد الباريحة بالرغم الحضور التماهيري الغفير ولكن شعرنا بأنه كان شوية مرتبك بروكلي الأهلي يعني حفيز دراجي بسرعة كده عشان مش حنو كل اللي قاله قال إن النادي الأهلي ده بثقافته بتقاليده التي ينقلها إلى لعبيه ثقافة الفوز ثقافة العمل المؤسسي والنظام العام مازال مجددا يتسيد أفريقيا هكذا وده على الفكرة ده ما بعجبوش حاجة حفيز دراجي لو كان فيه متسع من الوقت أكيد كنا هنواصل هذه الإطلالة على عدد كبير من المعلقين والنجوم والمحللين العرب ورؤيتهم للنادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي إحنا بدأنا الحلقة بالكلام على الكابتن حسن حمدي في عيد ميلاده على فكرة بكرة 4 أغسطس ذكرى القرار التاريخي للكابتن حسن حمدي بيقاف 16 لاعب من الأهلي وقعت 85 بكرة مرور 38 سنة على هذا القرار في 4 أغسطس ويشتبحان الله من المفارقة أني جات هذه الحادثة أو هذه الواقعة مع عيد ميلاده كابتن حسن حمدي علشان يولد مرتين لا هو يستحق كل كلمة وإحنا لما خدناه خدناه مش بس عشان نقوله كل سنة طابة كابتن حسن عشان يشوفوا حجم الدروس المستفادة من أعمل هؤلاء الرموز حنشوف دلوقتي لقطة كانت في مباراة النهاردة الأهلي مع المصري وأحمد القندوسي بيسخن واحد من زاوي الاحتياجات الخاصة توقع لقندوسي أنه حيجيب جون فالحقيقة لما قالوله قندوسي راح له مخصوص وبرسي تاو راح يداله فانيلة وحضم دعملش فانيلة من إيه من طلع من قط اللبس لما بيرسي تاو عرف أن دال توقع أن الأهلي هيفوز وأن قندوسي هيجيب جون جالوا مخصوص من قط اللبس عشان يديله الفانيلة ويتصور معاه نقطة جميلة كانت مسك الختام بعد الستين وهذا الأداء البدن المجهد للأهلي في موسم شاقة جدا لكن أعتقد كان موسم استرداد المفقودات اللي الأهلي قدر يستعيد فيه هذه الألقاب اللي فقدها الموسم اللي فات عشان يبدأ الموسم الجديد موسم البحث عن الدفاع عن هذه الألقاب دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي دوما إن شاء الله أسبوع لخير